السلام عليكم زيكم شباب عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وبصحة وسلامة وعافية ان شاء الله النهاردة ان شاء الله هناخد الجزء التاني من الاسكليتر سيستم باذن الله منقدر نخلص بقى لتشاكتر النهاردة او الجزء ده من الاسكليتر محتاجين بقى ان احنا نركز جدا لان المحاضرة طويلة فمحتاجين الناس تبقى تركيزة عالية المحاضرة عبارة عن ستة سيكشنز هنبتدي اه طبعا احنا اخدنا سيكشنين المرة اللي فاتت والمرة دي اربعة باذن الله سيكشن تلاتة بيتكلم عن حاجة اسمها ماتيور بون ان البون الناضج بتاعنا بتاع الناس الادل ده دايما بيحصل له خلاص يعني دايما بيدخل في عمليات تعديل خلاص وعملية تعديل بتاعته دايما مستمرة تعالوا بنيبدأ نشوف ازاي يعني ايه اللي يحصل فيه وازاي بيعمل الكلام ده بيقول لي في البداية اول حاجة ان البون بتاعنا دايما داينامك تشوء ولما تسمع الكلمة داينامك انه دايما بيتكسر ويتكون يتكسر ويتكون ده المقصود بكلمة داينامك طيب هو ليه البون بقى بيبقى داينامك يعني ليه بيقدر يتكسر بعد ما يتكون لانه عنده نوع ثالث من الخلايا اذا يا دكتور واحنا اصلا قلنا انواعع قبل كده طبعا حبيبي مش قلنا قبل كده ان في نوع اسمه اللي هي خلايا البون نفسها والخلايا اللي بتبني البون اسمها حلو النوع التالت بقى معنا هو واتفقنا قبل كده ان الاستيوكلاست بتكسر ولما اتفقناش قليلا هنتفق النهاردة طيب ايه بقى وظيف الاستيوكلاست يعني يكون انه عندي خلايا بتكسر البون ده حاجة حلوة لوحشة هي آآ يعني تعتبر وجهان لعملة واحدة. حلوة وحشة في نفس ذات الوقت. تعالى حسب تشتغل ازاي? الوظيف اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل بها هذه الخلايا. خلاص كده? اه. كيك 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 بتكسر. آآ الوظيف اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل بها هذه الخلايا الاستيكولاستي هلقاتي. اولا باللاقي ان الاستيكولاستي بتبدأ تقطع من البون تيشو. يعني يتدوبه. والدوي بالماتريكس اللي عملاء اللي كان اهمها حاجة اسمها هيدروكسي ابريطايد. وهنا لازم اسأل. اسأل مين? اسأل ولاء. ازايك يا ولاء? ولاء ناملت. ازايك يا عبدالله? طيب. قوليلي يا ولاء هو ايه المقصود بالهايدروكسي ابريطايد? اشترك يا عبدالله؟ ايه المقصود بالهايدروكسي ابريطايد؟ طيب اللي عارف الكلمة يا جماعة اقول. برافو. اللي هي مجموعة الكالسيم وفوسفيت مع بعض صح? عندنا بقى بتدوب البون تيشو خلاص وهني تبدأ تدويب له هيدروكسي ابيطايت دي. ولما تدوي بالكالسيوم صالت الاملاح بتاع الكالسيوم تحوله الى ايون فينزل الدم. صح? طيب. قال لي اللي احنا ممكن تبقى موجودة في البون بتاعي. حل. ده اول حاجة. الحاجة التانية شو بناخدها بالتتابع. الكالسيوم والفوسفيت اللي طلعوا دول يدخلوا البلد. الحاجة التالتة. الارياز اللي هي خدنا منها اللي شلنا منها البون او الهايدروكسي ابيطايت. عايزة بقى تبني مكانه ما احنا قلنا عملية نشيل ونبني نشيل ونبني. طب نبني مكانه. فنبدأ نجيب خلايا بنائية جديدة اللي هي نيو اوستيو بلاست. فتبدأ تحط نيو اوستيويت ماتريكس بالطريقة اللي احنا قلناها. وتبدأ برضو تعمل دي بوزيشن لينيو هايدروكسي ابيطايت كريستالز من تاني. يبقى الموضوع بسيط خالص. نكسر اللي موجوده نجيب غيره. خلصت خلاص واللي موجود يروح الدم. خلاص? طيب. يا دكتور احنا لو جينا بصينا بقى عملية البون ديفالوب منتو عموما بتشمل فيها او بيبقى يدخل فيها اربع انواع من الخلايا. النوع الاولاني لو جينا اخدناه كده عبدالرحمن اسمه كوندرو بلاست. ودي مش بون. دي خلايا خلاص غضروفية بس بتشارك في بناء البون. بنقول عليها كارتلج فورمينج سالزي. يا دي الخلايا اللي بتبني الكارتلج. طيب واحنا يا جماعة الطبيعي ان احنا بنعمل ايه? بصوا يعني الفكرة ايه? عارفين احنا كده لما نعمل قالب. والقالب ده نعمله شكل الاول. ايا كان القالب. مسلا قالب لوش. قالب لعجلة. قالب لأي حاجة. القالب هو المادة البداية اللي انا بشكله بيها عشان نرسم الشكل. وبعد كده بحط فيه الماتيريا اللي هتخليه صلب في الاخر. القالب بتاعي اللي قابل للتشكيل هو الغضروف. وده بيحصل عن طريق خلايا غضروفية بنائية اسمها كوندرو بلاست. واتفقنا مليون مرة ان بلاست معناها يبني. تمام? فهي بتبدأ تبني موضل للفيوت شربون. يعني البون ده بعد كده شكله هيبقى عامل ازاي زي ما اخدنا قبل كده. خلاص? لو كان الاطفال كان عندهم الكارتشبعة كبيرة يحصل لها يعني تعظم. طيب يا دكتور. ده كده اول واحدة. التانية اسمها استيو بلاست لسه ايلانها. ده اليونج بون فورمينج سالز اللي بتبني البون بتاعي. ودي بتخلي الاكسترا سيلر ماتريكس هارد. ماشي? الهارد اكسترا سيلر ماتريكس. الماتريكس اللي برا. خلاص تبدأ تتبني. تمام? اللي هي تبدأ تتبني الاستيويد تشو بتاعي ونرسب عليها الهايدروكسي ابوطايد. في بعد كده الاستيويد. دي عبارة عن ايه? البون سيلز لما تكونه توباية ماتيور. اصبح اسمها استيو سايدز. تمام? ده التركيب الاساسي بتاع البون. المين ستراكشور او بتمنتين بتحافظ على تركيب البون. الحاجة الاخيرة بقى الرابعة. اهلا وهي الاستيوكلاست. ودي لسه ايلنها. لو اتفقنا كده ولا ان هي عبارة عن ايه? عبارة عن البون دي سالفينج سالز. او البون دي جينيرايتينج سالز. الخلالة بتكسر البون. تمام كده يا شباب? طيب. ما تيجي الرسمة دي هنقولها بعد ما نبدأ نشوف الكلام اللي تحت بازن الله في تاني سلايد. قال لي تاني حاجة نتكلم عليها ان البون بتاعنا سبحان الله على مدار حياتنا يقدر يا عبدالله يغير شكله وحجمه وقوته. ده بناء على عوامل كتير. فيقول لي ان احنا عندنا دايما كونستانت ريمودلينج. ريمودلينج دايما فيه تغيير بيحصل. كان اكشوري تشينج يغير الشيب اوف بون. لو هي كتوقفة ممكن يقوصها ولو هي كتوقفة ممكن يوقفها وهكذا. طيب ايه بقى السبب والطريقة اللي بنعمل بها الكلام ده? شوف مقسمينه تأسيمات ان شاء الله رائعة سهل علينا جدا. قال لي اولا السبب الاساسي في عملية تغيير شكل البون هو الويت بتاع الانسان. والاكشن بتاع الانسان. كل الوزن اللي موجود فوق جسم الانسان في الابر بارت اوف دا بادي اللي بيحمل على الرجلين بيأثر على شكل الرجلين بتاعتي اذا كانت تبقى مقوصة ولا لأ. فازاي مثلا يقول لي هنا يا ميرة ان الكمبريشن استرس. الضغط اللي احنا بنعمله على البون. زي مثلا مثلا احنا نعمل ريبيتة جوجينج. حد عارف يعني جوجينج? الجري او الجري. صحة كده? او ان احنا نقدر نعمل ريبيتة جومبينج. عموما لما نبدأ ننط على رجلين او نستخدم رجلين او ندوس على رجلين او ندوس على رجلين كتير. ده بيبدأ يعمل بقى. بيبدأ يبعط اشارات كهربية. الالكتريكال كارنس تمام? تبدأ تروح خلال خلايا البون. الالكتريكال كارنس لما تروح لخلايا البون. تبدأ تحفز مجيء وشغل الاستيوبلاست. تيجي خلايا الاستيوبلاست. تبدأ تعمل بص كده. قال لي تبدأ تحط بون جديد. تحطه في المناطق اللي تحتها او عليها. طيب والبون اللي عليه كمبريسي بسترسة اقل يحصل له بون اللي يزور بشان يدوب البون. يعني البون يترصف جديد في المناطق اللي عليها استرسة عالي. اما المناطق اللي عليها استرسة اقل اللي يتسحب منها البون. تمام? طيب يقول لي بتاع الماكسمام افكت. المكان اللي بيبقى عليه اكثر تأثير لهذه العملية هي بقول لي كده الكمبريسيب فورس بتاعتي والالكتريكال كارنس بتبقى اكتر ما يمكن. طيب مش فاهم يعني ايه الكلام ده. تعال نبدأ نبص للرسمة الجميلة اللي فوق دي يا شباب. لو احنا بصينا على رسمة البونزي دي هنلاقي حاجة جميلة خالص. ايه بقى? ان الرسم دي فوق ساهم كده. والساهم ده معنا ان فيه كمبريسيب فورس جاي على البون. حلو? حلو. هو ايه اللي بقى ان الكمبريسيب فورس اللي وقعه في الانر سايد بتاع البون اكتر من الاوتر سايد. حلو كده? حلو جدا يا دكتور. طب لقينا ايه بص 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 اللي حصل. بدأنا الالكتريكال كارنس اللي جاي بسبب الكمبريسيب فورس بدأ يشيل ماشي من البون اللي برا. ركز كده اهو. ده كده تشال منها. تمام? ليه لان عليها ضغطة اقل. وبدأنا نرصب بون جوه. اهو. لان عليها كمبريسيب فورس اكبر. تمام? يبقى هنا عملنا نيو بون. بيحصلها دي بوزيشن. وهنا البون ريموفد او يحصلها ري دي ريزوربشن. ريزوربشن. يعني تبدأ تدوب. فيبقى شكل البون بتاعي اصبح بالمنظر ده. عشان يصبح الوزن متساوي على الاتنين. وصلت. يبقى فعلا البون بيغير شكله شوية ولا لا? اه بيغير. شوف هنا تحسها مقوصة شوية. هنا تحسها تفرد عشان تقدر تشيل الجسم بتاعي. تمام يا شباب? عرفنا يعني ايه? ان احنا بنبدأ نشيل بون من المناطق اللي عليها ضغط اقل. ونرصب بون للمناطق اللي عليها ضغط ايه? اكتر. اظن الكلام يتقسم بطريقة سهلة جدا. تفعلوا معايا بقى ويدوني كده ايه? اي يفيد باك عشان نقدر نكمل. اوكي. تعالوا بقى نكمل. بيقول لي اكزامبل للكلام اللي بتقوله ده. والله انا قلت الاكزامبل اصلا في الصورة. بس تعالي نشوف مثال. يقول لي الويت بيرينج اكسرسايز بيزود الاوبر اول بون ماس اند سرنث بمعنى. يقول لي الناس اللي وزن جسمها بيبقى ادخن شوية بس مش عايز يقول التخن اللي هو التخن المرضي او التخن الابيز. لا تخن عضلات. تمام? بيبقى عندهم ويت بيرينج على الجسم او على البون بتاعهم اكتر. فبينلاقي ان البونز بتاعتهم يا جماعة بتاع الناس التريند اثلتس اللي بيلعبوا مثلا كمال اكسامه كده. ممكن لو بصينا على البون بتاعهم تبقى فيزيبولي ثيكر. تبقى ادخن وهيفير اتقل من الناس النون اثلتس اللي ما بيلعبوش اصلا رياضة. تمام كده? لاسباب كتيرة سبب الاولاني موضوع على البون السبب التاني ان الويت ده بيودي فما بقاش عند النون اثلت فيه تحفز بناء البون يدخن البون بتاعه اكتر شوية. طيب. في بقى بما ان احنا عملين نتكلم على البون البون احنا نكون البون. طب ما تيجي ناخد الحكتة المراضية اللي هنا. الديزيز اللي موجود في الحكتة دي. يا ربنا عافينا يا باوي عافيكم من الديزيز اللي بالشكل ده. اه. ده زعلان خالص عشان الديزيز. يقول لي اوستيو بروزس. ايه بقى الاوستيو بروزس? ده هشاشة العظام. عايز اعرف يعني ايه وبسبب ايه? قال لي يا كومن كونديشن مشهورة كتير جدا عند ناس هشاشة العظام. بيبقى فيها البون بيفقد الجريب deal of mass. بيفقد كتلة عظمية من الوزن بتاعه كتير جدا. بيبقى البون هش وضعيف. خلاص? فبنقول عليه بيبقى بورس. خلاص? بيبقى فقير من الخلايا بتاعته. ايه بقى السبب يا دكتور? احنا المفروض يا جماعة عندنا balance. ميزان. كافة ميزانة هي ما بين نوعين من الخلايا. ما بين الاوستيو بلاست وما بين الاوستيو كلاست. افرق بقى الكافة الميزان دي طبت. هي اللي تقلت. خلاص? ودي خفت. يعني الاوستيو بلاست شغلها قلق. والاوستيو كلاست شغلها كتير. اه ساعتها نقع بقى في موضوع الاوستيو بروزس. يبقى والسبب ان حصل imbalance. imbalance. عدم توازن ما بين الاتنين دون. خلاص? over many years in rates of activities. في معدل النشاط بتاع two types of bone cells. اللي هو الاوستيو كلاست والاوستيو بلاست. هللاقي ان معدل اوستيو كلاست عبد الرحمن يزيد على معدل الاوستيو بلاست. تفضل اسأل. اه تمام هو احنا كنا اخدنا بكان طبعا المشروبات الغازية بتأثر على الكلام ده. اه ازاي بقى اللي هو يعني هي مسلا بتدخل تخلي imbalance ما بين الاتفاق تقول اتنين? طيب خلينا نتفق بس ان المشروبات الغازية مش هي العامل الوحيد المؤسس. هي من ضمن risk factors او من ضمن اللي تساعد شوية. معايا هي فكرة المشروبات الغازية موضوع الصودة الكتير الموجودة دي بتعمل ايه? انا مثلا في مرة كده عايز اقول لك انا نبطل مثلا مشروبات الغازية بقالي بالزبط اربع شهور. يعني كنت باشربها بعنف. وموقف واحد حصل لي خلينا بطلها. ايه بقى? جيت في يوم كده كان عندي حصتين فانا رايح حصة فيه شربت كنزين وانا رايح. وانا جاي شربت كنزين. الموضوع ده مثلا الاربع كنزات دي خلال تلات ساعات. انت متخيل? تلات ساعات شربت فيهم اربع كنزات. في الكنزة الرابعة بحط الثاني على سناني بالمنظر ده كده لقيت ان الثاني بيشكيني. ببص لقيت ان السنة مثلا عاملة كده. ده الاساس بتاعها. خلاص? لقيت سبحان الله حتة ان السنة اتخرمت كده. تخيلين? يعني البيبس ده كفيل ان يدوب يدوب السنة. والسنة دي زيها زي البون. راسة فيها كالسيا. متخيل يدوبها ازاي? لا نصيحة نصيحة بجد والله هو ما لاش تأثير عن مدى القريب ولكن عن مدى الطويل وحشة. يعني بعد كده ان شاء الله لما تكبر تلاقي البون بتاعك بيدعبك. فهم قصدي ايه؟ يعني البون ما بيبقاش قوي. فهم قصدي ليه بقى؟ بيبقى في مشكلة ان بيبدأ يدوب الهيدروكسي ابيطايت اللي موجود. طبعا بستيميوليشن للأستيوكلاست. فمش ظريف. عايز عشان موضوع وحش. انا على فكرة والدتي انا كنت من الناس اللي كل ما اروحها تغدى مثلا اواجي اكل في البيت ااجي جايب معي لترين الببس. واشرب مثلا كل لتر على مرتين. ده لو انا كده بطيء. فعايز اقول لكم كان بتخانق معايا. واجه شيء للبيبس مثلا الباقي اللي زازها في التلاجة اجي تاني يوم القاهرة مياها. وكنا بنخانق خانقات فظيعة. اه لحد ما انا بطلت ايه مش بصدقة لحد دلوقتي ولكن. عارفين لما بتبطل الحاجة بعد تعب بتبقى وحشة. فدايما احنا ما بنحرمش اللي بسبب الموضوع ده. حد بقى ما بيشربش اه صودة كوي. اه بتاع ده مياه غازية. انا ما بحباش. بشربها قليل. اه في فقر بنشربها قليل مش باش خالص. انا بقى طبعا قعدت اه فتلات كتيرة اللي هو ايه? في اكلات معينة بحب مسلا لما بطلب اه اردرز من برة مسلا اه ساندويتش فراخة حاجة زي كده. بحب ان انا اشرب بيبس. بقعدت بقى قاوم وادوس على نفسي. لحد ما وصلت بدرجة ان اللي حواليه بيطلبه وانا بقيت اشطى يعني. خلاص يعني انا حرمت. بس. ورافو عليك يا فرح. انها السوداء بكل انوها يا دكتور. اه هي فكرة فكرة يعني مش فكرة بيبسي. فكرة ان فيه ميا غازية. فكرة الصوداء اللي موجودة. هي دي بقى المشكلة كلها. طبعا غير بقى اني ببقى لها مسلا لو عادنا نبص لجانب معين فيها موضوع البيبسي والحاجات الغمقة بتبريسبيتيت ستونز. يعني عايز اقول لكم ايا بتوصل لدرجة انها بتدول بالهايدروكسيا بطاية الكالسيا وتبدأ ترميه في الكيدني. فتبدأ تعمل كيدني ستونز كتيرة جدا. بس. طبعا الشرب منها على فترات قليلة يعني على فترات متبعدة خلاص او هي بكميات قليلة ماشي. اوكي. مفيش اي مشكلة لان مفيش حد بيبطلها خالص يعني الا قليل. فعادي مفيش مشكلة. وكل واحد طبعا وعلى حسب جسمه يعني. بس وربنا يعافيكم كلكم. ده كده بالنسبة ليه? الاستيو بروسس. تعالوا بناخد كده حتة تبع الاندوكراين واعتقد احنا كنا ايدينا هناك. ولكن نقولها تاني. باشرب اقنس كافية. الا وهي ان البون سيلز الشغل بتاعها بيتوقف بناء على تأثير الهرمونز. طيب. الهرمونين اللي بيتحكموا في البون بتاعي هو واحد اسمه الباراثايرويد هرمون والكالسيتونين. تمام? الباراثايرويد هرمون معروف عنه انه بيطلع من غدد اسمها باراثايرويد جلانز ودي كانت فور جلانز موجودة في البوستيريور سيرفس الجزء الخالفي بتاع الثايرويد اللي مقالوه الاربع نقاط دول كان اسمهم باراثايرويد جلانز بيطلعوا هرمون اسمه صعب قوي باراثايرويد هرمون او بيتي اتش وكلنا بنسمي اسمه تاني باراثايرويد هرمون طيب والتاني اسمه كالسيتونين. انا بقى اقول لكم ان اللي بيتحكم في افراز الهرمونين دول هو مستوى الكالسيوم في الدم. كالسيوم ليفل هو اللي بيكنترول الهرمون السيكريشن صح؟ طيب ازاي بقى انا عايز اقول لكم ان الباراثايرويد هرمون الكلمة الطويلة قوي 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 دي غرضها انها تزود الكالسيوم في الدم ده غرضها. والكالسيتونين كلمة قليلة بتقلل الكالسيوم في الدم. طيب طبعا ده من خلال شغلهم على حاجات كتير يعني ايه بيشتغلوا على البون ويشتغلوا على الكيدني ويشتغلوا على الانتستن. ولكن معلناش الرغي ده كله. علينا على البون. لو انا عايز ازود الكالسيوم في الدم يا شباب وحد يرد علي شطر كده وليكن. كلكم شطر ما شاء الله. نقول لي مثلا مارينا. يلا مارينا رافض. انا دلوقتي لو عايز ازود الكالسيوم في الدم. ركز بقى. اشغل مين? الباراثايرويد طب ازود الكالسيوم في الدم ازاي? اشتغل على البون اعمل ايه? كده هنتطلعهم وكسروا عشان اطلع الكالسيوم. بالظبط كده. يبقى كسروا وحوودوا من كالسيوم سولت الى كالسيوم ايه? ايونز. ايونز صح? او. حلو جدا. كده زودت الكالسيوم ايونز في الدم. مين اللي يعمل كده البيتي اتش? مجرم. يبقى ده يبقى البون فرحان منه ولا زعلان منه? زعلان. زعلان جدا اهو. ده كده ابونا زعلانة 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 خالص اهي. ليه عشان شلنا منها الكالسيوم? حلو. طيب انت الهرمون ده يضطر ان يشتغل ويعمل كده. لو مستوى الكالسيوم في الدم قليل ولا عالي? قليل. لو مستوى الكالسيوم قليل عشان يعليه. صح كده? يبقى لما يكون قليل ده يبدأ يحفز افراز الباراثيروت هرمون فيبدأ يسكرية بون دي صولفين انزيمز الانزيمات اللي تبدأ تدوي بالبون فيعمل بون ريزوربشان. يدوي بالبون. يعني يبدأ ينزل كالسيوم وفسفيت اللي هو الهايدروكسيابوطايت في البلودستريم. وعلى النقيد. لو جينا قلنا كده نسأل مين يا سولوم نسأل محمد بكر. زك محمد. الهرمون الكالسيتونيوم بيعمل في مستوى الكالسيوم في الدم? آآ بيزود. بيقلل. بيقلل يبقى يشتغل انت لو مستوى الكالسيوم في الدم عالي للا قليل. آآ لما يكون آآ آآ عالي طبعا. لما يكون مستوى الكالسيوم عالي في الدم بساعتها نحفز افراز الكالسيتونيوم. والكالسيتونيوم بقى لو عايز يقلل الكالسيوم في الدم ياخده من الدم ويوديه فين? البونز. يعني يحوله من الصورة للصورة. الصورة. الصورة صحي كده? حلوة جدا. يبدأ بقى يحوله الاملاح. الاملاح دي يعملها ايه? يستموليط الاستيوبلاست. الاستيوبلاست هي اللي هتبدأ ترمي الكلام ده. تاخد الكالسيوم في الدم تشيله من الدم. وتبدأ تعمله دي بوزيشن للدبون. يعني تبدأ تودي الهيدروكسي بطايتينك. اعتقد الكلام متقسم بطريقة سهلة. طيب يا دكتور. اللي جاي ده بقى مهم جدا. وبيحكي ازاي لو واحد مكسور البون بتاعه بيبدأ يحصله. تمام? التقام. تعالوا بقى نبتدي نبص كده على رسمة مع بعض واحدة واحدة. ونبدأ نشوف ازاي بيحصل الكلام ده. اتفضلي. اهو حضرتك اه هنا بنقول ان هو اللي هو اللي بروس يريد هلمون هيريليز الكالسيوم والفوسفيد في الدم. انش احنا قلنا ان الكالسيوم لو زاد الفوسفيدة يقل? ايوه. نهار فكرة كلها ابتو لامت. يعني انت عندك هيبدأ ينزلهم هما اللي اتنين. ولكن لو انت مسلا عايزة تزاود الكالسيوم في الدم الفوسفيد يجي نازل في الكتنين. وصلت? اه طميم. عشان كده بقولك بيشتغل على ثلاث اماكن. لازم بون وانتستن وكده. وصلت اماريب? طيب. تعالوا بقى شباب نبتدي نشوف ازاي الانسان لو الكسر يحصل هيلينج. اوعى تتخض من الرصة اللي تحت جنبها دي احنا كدبنا في صورة واحد اتنين اتا اربعة تامن خطوات بيحصلوا سهلة جدا بازن الله. وتعالوا بعد ما نقولهم نحفظهم في صورة قصة عادية خالص. اول حاجة يا شباب احنا كان عندنا بون عادية خالص. نرسم بون كده جميلة بنت حلال. ادي بون. جميل جدا يا دكتور. البون دي يا شباب اتكسرت. اهي. انا كده عملت لها شرخ. بس اتكسرت. لما اتكسرت طبعا اتقطع بلوت فيزلز اللي بتغزي البون. صح اللي هي من ضمن اللي ماشي جوه البون. فيقول لي اول حاجة لما بتكسر او تحصر في البون. البلوت فيزل اللي بتصاب لاي البون هتبدأ تبليد. تنزف صح او لا. طيب مش احنا يا جماعة لما واحد مثلا ايدي او رجليه بيتكسر. مش ايدي او او رجليه بتورم. او بتورم. ليه بقى. قال لي اولا لانه لما بيتكسر بيحصل الاتي. البلوت فيزل لما بتتقطع حصل لها بليدينج تبدأ تخر دم. ولما تخر دم يبدأ يتجمع تحت الاسكن ويبدأ يورمها. يعمل حاجة اسمها هيماتومة. اسمها ايه? هيماتومة. اوما لما تيجي في اخر اي كلمة معناها ورم. ورم. ممكن يبقى ورم اللي هو تيومر. وممكن تبقى حاجة like a يومر. هيماتومة هيمة دم. الوقت هيمات وقومة معناها ورم فكتلة ورمية من الدم. يعني ايه? عاملة هيماتومة. طيب بعد كده. قال لي طبعا بيصاحب هذا الكلام حدوث انفلاميشن. بتلتهب هذه الهيماتومة. وطبعا ورمت حصل الله سويلينج ويبتدي الانسان بيصوت. بيعاية. اه اه في بين. قال لي كل ده بيبقى الكمبني للهيماتومة. بيصاحبها في ايام بعد الكسر مباشرة. عشان كده يا شباب نكون شطرين بقى ونركز مع الدكاتة لو ما بيشتغلوا. اي حد بيجي لعيادة العضل. عشان يجبز او يعمل جبيرة. طبعا احنا نقافين في الطوارئ كتير جدا عمالين نجبز طول اليوم. بص رشدة بقى ستة. مفيش رشدة حد تخلو من الف انترن. سمعتوا على الف انترن قبل كده? الف انترن مش تلات تلف ترن. ايو ايو انا كنت بقى بقى كده كده. الف انترن لا بيتاخد حاجات كتير هو عبارة عن انتي انفلاماتوري. هو الاصاحبه انتي اديمتس يعني مضادل تكوين الاديم عشان ما يورمش. اصلا انا عملت له الجبيرة يا ولاد وانا خايف ان رجليه خلال اليومين اللي جايين طورهم. فبديله اقول له لازم تبشي على البرشام ده ده انتي اديمتس. خلاص زي انتي انفلاماتوري مثلا. بيعمل ايه? ياخده تلات مرات في اليوم قبل الاكل. بساعة. خلاص? طب هو ده بيعمل ايه? بيمنع تكوين لسويديك. شفتوا بقى? شفتوا الكلام حلو ازاي? عشان ما يورمش تحت الايه? تحت الجبس. حلو جدا. الحاجة اللي بعد كده يبقى هو ايه? اول ما تكسر. اتعور. والتعويل اكوينته متومة حصل بعدها انفلاميشن وارمت واجعته. وعشان ما تورمش احنا بندي الف انترن. خلينا بقى ما نديش ونمشي في السكة الطبيعية انها بتورم. يحصل بقى. نبتدي بعد كده خلال الايام اللي جاية يحصل الريبير. الريبير بيبتدي خلال ايام من الكسر. عشان كده اولاد يفضل اللي يكسر النهاردة يروح يجبس النهاردة. ليه? عشان خاطر لو العظمة مثلا معمولة كده. والعظمة التانية معمولة بالمنظر ده. ما يلحموش غلط. واضطر بقى لما يجيلي بعد ثلاث اربعة ايام يبقى لحمه شوية. اضطر اكسره بنفسي ورد الكسر. وابدأ اللي يقوله وجب اسم الجريد بتبقى مؤلمة ما بدوش بينك الحاجات دي. فليه لازم فورا كده. طيب بنعمل ايه بقى? قالك ساعدتك خلال ايام بنبتدي بنصلح الحتة اللي مكسورة سيه مثلا كده ده مكان الكسر كده. بنعمل ايه بقى? قال لي ساعدتك بص 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 ياه. ايه اللي هيحصل? تيجي خلايا الفايبرو بلاست. اني خلايا الفايبرو بلاست اللي هي بتبني البون. تهاجر لمنطية الكسر. وبعد كده بعض الفايبرو بلاست. ركز ركز احنا قلنا مين? فايبرو بلاست وليس اوستيو بلاست. الفايبرو بلاست هي خلايا ممكن ان تتمايز الى عدة خلايا. هتبدأ تتمايز الى كوندرو بلاست. اش معنى? اصلا انا هبني بون. وبداية بناء البون ان احط الموديل الاساسي واللي بيبني الموديل. الكوندرو بلاست حطي كارتليج. الاقي بقى الكوندرو بلاست مع بعض. يبدأوا يطلعوا في الحتة دي كده. فيبرو كارتليج. ده يحطوا ايه? فيبرو كارتليج. اه. بنبدأ ليسمي الكتلة للكونت دي اسمها كاللس. اسمها ايه? كاللس. تمام كده? ايه بقى الكاللس ده ده? الفايبرو كارتليج. احطنا عن طريق الكوندرو بلاست. اللي هو لسه متحولش البون. يعني هل ده بون? لا ده لسه هيبقى بون. بنحطه فين? ما بين التوب روكين اندس. ما بين النهايتين المكسورين. عظيم. خلصنا اربعة ثواني ازاي? بعد كده. القلس دي لو انا حطيت ايدي عليها اقدر احسها لانها بتبقى بارزة. لانها مش معمولة بالتساوي. فيه حاجات بارزة من هنا كده. حاجات بارزة من هنا كده. فقدر احسها كان بيفلت. وحسها لقى ايه هارد. وريزد رينج. عامنا زي ايه? الرينج الدايرة كده. عند مكان الكسر بالظهر. بس يا دكتور لما كده لحمنا الكسر. بقى شكل وحش جدا. وعمل ابنورماليتي وفيه حتة زيادة في الالتقام ما تقلقش. ربنا سبحانه تعالى يا شباب ما سابش مجال للخطأ. ربنا عظيم قوي في الحتة دي. فكل حاجة عملها لنا اصلا. اصلا. عمل ايه بقى في الحتة دي بقى? خلى بعد شوية يروح الاستيوكلاست. اه يا دكتور. يعني الارجل مكسور. وبنلقى من الكسر. واحنا نطلع اه استيوكلاست. تعملي بقى. تشيل. مش احنا يا جماعة لما الانسان تكسر. ممكن. انا طبعا الكسر كسر مغلق. وطبعا انا مفتحتش رجليه. فاكيد ما كان الكسر فيه فتفيت من البون. صح? فتفيت البون دي. تبدأ تروح الاستيوكلاست تكلها. تمام? تشيلها. تعملها من الحاجات اللي كانت مكسرة الفتفيت نتيجة الكسر. والبلود هيماتومة. والهيماتومة اللي كانت موجودة برضو. تيجي الاستيوكلاست تاكل ده كله. لان الاستيوكلاست يا شباب هي احد خلايا الماكروفاج. الخلايا البلعمية اللي بتاكل. وده ان شاء الله ناخدها في المناعة في الاميونيتي. طب وبعد كده. كلنا الحاجات الزيادة والحاجات الميتة والهيماتومة. اه سوينا الاتنين ببعض. اصبح دلوقتي عندي في نصف كارت للجباس. اللي هي الكلس. نعمل اي بقى? نيجي بشغالين فاينالي. الاستيو بلاست. حمدل على سلامتك وصلتي. تحطيني الاستيويد ماتريكس. وتبدأ تعملي بعد كده الكريستلايزيشن. تحطيلي الهايدروكسي ابيطايد. ومن هنا اول ما اعمل الكريستلايزيشن. يتحول الكلس الى بول. يبقى تاني. بصوا كده. خد بقى الكلام اللحمر على طول. بدون ما تقرأ تفاصيل كتير. هيماتومة. حصل بعدها الفلاميشان سويلينج وبين. بدأنا نلقم. جبنا فيبرو. تحولت لكوندرو. حط تكلس. الكوندرو حط تكلس. بعد كده. الكلس ده. هيبدأ فيه حتة زيادة. نشيرها بالاستيو بلاست. والاستيو بلاست. تبدأ تحط الاستيويد وتعمل كريستلايزيشن. ايه ده. حكيت في ثواني قوي. اه طبعا مسهلة جدا. ما احنا معلمين على الكلام اللحمر بسهولة. حلو. وفي النهاية يقول لي يحصل التآم المؤقت اللي كان بالكلس ده. يصبح دينس اند هارد جين. انا عايز اقول لكم لدرجة ان يقول لكم كمان شوية. يصبح اكثر صلابة مما كان عليه قبل الكسر. سبحان الله. وهذا المكان يصعب كسره للمرة التانية. يعني لو في قوة كسرت المرة الاولى العظمة دي. نفس القوة ممكن ما تقدرش تكسر العظمة للمرة التانية. قولوا سبحان الله يا ولد. سبحان الله. فضل يا عمر. معلش يا دكتور وليه في الاول خالص? اللي اصلا بيحصل بليدينج. مش احنا يا جبا العظم ده خلايا واي خلايا لها بلات سابلاي. والعظم ده لما تكسر عامل زي المشرة تقطع البلات سابلاي اللي في الحتة دي شوية دي الكابيلرس اللي منتشرة خلاله. مش احنا قلنا زبون جيبون منتشر خلاله وانت سمعت المحاضرة اللي فاتت كان في زبون جيبون بيتخلى لها كده بلات فيزل بطريقة معينة. طبعا انا لما كسرت العظم قطعت البلات فيزل دي. وصلت. لما قطعتها. بدأت تعمل لي بلي. هو طبعا مش بليدينج درجة انه بيمزي. فاقول بليدينج بيموت. لأ. بليدينج انا مقصود انه بيخر شوية الدم يعمله بقليلة. هو ده الكتلة الورامية اللي بتحصل نتيجة الكسر بس كده. وبتقف بعد كده بالهيموستيزس. يعني السابلاي اللي كان راح لحتة دي مش لاقي مكان يوديه فبيطلع برة. اللي كميلاها لحتة اللي كسرت. مش حتة تطلع برة واحنا دلوقتي عندنا ايه? بص كده. احنا عندنا عظمة كسرت في الحتة دي كده. اوكي? اللي كانت بتمشي في الحتة دي في هنا كده. حل? كبتغزي البون كده. لما احنا كسرنا دي بقت عاملة زي المشرط. الحتة لما بتكسر العظمة عاملة زي السكينة تقطع. بدأت تقطع بلات فيزل. طب ما بدأت تطلع دم هنا 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 طلعت دم كده. وره من الحتة دي. بس بايتماتهم. طبعا زقت المصل وزقت الاسكينة في بدأت انها ورمة. امام. وصلت? طيب. طيب. ها? هو الكوردروبلاست هي اللي بتكون الكولس بس ولا هي? اه 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 اه. بتكون الكولس اللي بيبعبارها عن كوردلج. يعني مش بعض الفايبرو بلاست معها. ما فاهم قصد? الكوندروبلاست هي احد انواع الفايبرو بلاست. احنا قلنا الفايبرو بلاست تتمايز الى كوندروبلاست. تمام. تمام. وصلت? تمام. بس كده. طيب. تعالا بعد كده نبتاق نشوف الخطوات على الرسمة كده جميلة جده. شوف يا عمر هنا كده. اول حاجة. لو جينا بصينا. ده البون مكان الكسر هو. وبعد كده. قال لي ساعدتك بدأ يحصل. شايف شايف البلاد فيز الماشية دي? اطعناها. بدأ يحصل هيماتومة. اهي. ورمت هنا كده ورمت هنا. ادي واحد. اتنين. بعد كده ايه اللي هيبدأ يحصل? نبدأ نرسب الكولس. طبعا حصل الانفلاميشن وريسة دي كلها. جينا كبنا كونتر بلاست وحطينا كاللس. شايف حتى البيضة دي? كاللس. تمام? حلو جدا. كاللس ده بقى في منه انترنل واكسترنل. شايف? دكتور انا بس انت كان بيخرجني. فايه كاللس دي? كاللس دي اللي هي اه مادة بنحطها غضروفية ما بين الحتتين المكسورتين عشان نقدر نحولها البون بعد شوية. تمام? اهو. دي بعملية? لا 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 هي الواحدة بتتكون سبحان الله بخلايا الكندر بلاست خلايا غضروفية. تمام? او على الجوانب برضو. بعد كده رقم تلاتة بص كده. بدأنا نعمل ايه? البوني كاللس اوفيس بونجي بون. بدأنا نبدأ نعمل يعني تعظم للبوني كاللس. بدأت تحول لبون. خلاص? وهنا بقى ملتقم تماما. طبعا هو الرسم بس ما جابش حتة واستيو بلاست وهي بتبدأ تشيل ولا حاجة. بس ولكن ايه الخطوات? فرجعت نورمال بون زي ما كانت. بس. طيب. في بقى ملاحوزات ايه بقى? الملاحوزة الاولى بقول يا شباب ان البونز نادرا بصي كده. لما بتتكسر ان ده سين بليس مرتين. وده اللي انا قلته. لان الريبيرد يونيان. الحاجة اللي التأمت ريمينز سلايتلي ثكر زان الوريجينال بون. دي نقول ده. خلصة. الحاجة التانية. الريبير بروسيس يا شباب. عملية الريبير. كان تيك ويكس تو منفس. يعني عملية تصليح البون ممكن تاخد اسابيع لشهور. وده بيعتمد على الاج وعلى حسب نوع العظمة اللي مكسورة. والاج دي مهمة جدا لانه كل ما كبر سن الانسان كل ما قال قدرته على الريبير. عشان كده الناس الكبار. اللي هو جده تيته والناس دي لما بيتكسروا ما ينفعش ان انا جبسهم. كده كده ملاش فايدة ليه. لان عملية بتاعتهم اتأخر قوي قوي قبط ان هي ممكن ما تنتقمش اصلا. عشان كده لازم بدخلهم في عملية وراكبلهم شرايح ومسامير. طيب. كل الناس مثلا اللي ممكن مش كل الناس بعضهم. بعض الناس الصغيرة اللي ممكن يتكسروا كسر في مكان معين فاضطر يدخلوا عملية. طب ليه دخلتوا عملية? ليه مثلا مكان ما خلتهوش هي الام لوحده. لان دي قدرتها على الاتئاب قليلة. احنا قلنا على حسب نوع البون او البون اللي موجودة. دي بتختلف من مكان للتاني. وحاجة تقدرية. ما فعش اقول لك. دي بص احفظك ان دول بيتجبسوا دول يتعاملوا عملية. لا. دي تقدرية بنانة على رأي الدكتور والمنظر بتاع الكسر اللي موجودة. فدي حاجة ملهاش نمشي علي او. تعال بعد كده نبتدي نشوف تلات ملخوضة. بيقول ليه هنا بقى. عامة كده عملية الريبير بتبطق. يعني كل ما يكبر الانسان كل ما عملية الريبير بتقل. وده يا شباب لان الميتابوليز من عملات الايضية او عملات التمثيل الغذائي بتقل. خلاص? طيب recently it has been discovered اكتشفنا ان فيه application كده ان احنا لو طبقنا مش application موبايل. لا لو طبقنا. ادينا weak electrical current. للمكان المكسور. للbroken bone. ممكن تزود شوية. لان احنا اتفقنا الالكتوري current ده. بيبدأ يشد كده. صح? والاستيوكلاست. والاستيوكلاست تبني. والاستيوكلاست تشيل اي حاجة زيادة ممكن تكون موجودة. ما احنا بنبنيها. يعني مسلا حطينا كلس ولا حاجة. نبدأ نشيل الزيادة بالاستيوكلاست. وها كده. تمام كده? بس ملاحوظة صغيرة لك ان الالكتوري استميليش ان انا بشد الخلايا دي مش اكتر. كده خلصنا تلاتة. ميرا معنا. معا كده. اوكي. نيار. 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 نيار فروق نامت. نور عادل. نوران. يا جماعة اسحوا. الناس دي ما تكونش نايمة. اوكي يا نور. نوران. يا البون بيحصر فيها شرخ. ده مش مش عارف اقرأ الكلام يا عبد الرحمن. اوه اوه في المايك. بي. طب لا انا لازم افهم القلش انا سمحت. انتو بقول ايه البون بيحصل فيها شرخ او لا شرخ الشيخ. اللي هو شرم الشيخ يعني. ايه ايه هه هاه هاه. حلوة 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 يا ولد حلوة. سمعتو اخر نقطة? لا. بقى اقول لكم بقى بقولك مرة واحد كريمي اتجاوز واحدة كريمة خذفوا دل الجران. حلوة يا رجال. ايش يا عبود? يلا يا جماعة. سكشن فور. هيبدأ بقى يتكلم عن الاسكليتون كلام يعني إحنا مقسمينه سهل فعايزين نجري فيه بقى بالله عليكم خلاص يلا بينا أولا الورجنيزيشن بتاع الاسكليتون العظم بتاع جسمي تقريبا الهيكل العظمي عدد العظم فيه بتوصل ل2006 عظمة 2006 بتختلف في الشكل والحجم عشان خاطر تبدأ تأدي وظيفة معينة to be suitable for its function كل عظمة لها شكلها عشان بتعمل وظيفتها المعينة المتين وستة بيتقسموا ما بين Axial Skeleton حاجة اسمه هيكل محوري وبندكلار Skeleton حاجة اسمه هيكل طرفي بقى ده طرفي على الأطراف وده محوري في المنتصف ولو احنا بصينا في الرسومات السغنانة اللي اندقى فيها عنينا دي هللاقي المحوري اللي هو الأجزيال في النصة والله هو اللاخضر ده وبعد كده الطرفي هو اللي هو الإيدين والله هو الرجلين هو برضو الحاجات الخضرة دي جميل جدا المتين وستة ديه شباب بتتقسم تمانين عظمة بيبقوا Axial ومية ستة وعشرين عظمة بيبقوا أبندكلار طيب مين هم الأجزيال ممثلين في تلات حاجات اللي موجودين في النص خدهم من فوق لتحت اللي سكن لازق فيها الفرتبرا الكولان والثراس الكتج القفز الصدري بيبقى موجود في السدر طيب الهيكل الطرفي بقى والأبندكلار بيبقى عبارة عن حزام اسمه جردل ولمب فوق وحزام ولمب تحت طبعا هو يمين وشمال طيب يعني ايه بقى الكلام ده حزام ولمب حزام ده معناه حاجة اسمه جردل مش جردل يا شباب كانك وجردل لا جردل الجردل ده وظيفته ايه انا دلوقتي عندي مثل العمود الفقري هنا في النص خلاص او الأجزيالسكريتون وعندي هنا لمب اللي وصل اللمب ماشي بالأجزيالسكريتون هذا الجردل فالجردل ده عبارة عن حلقة وصل ما بين اللمب وما بين الأجزيالسكريتون فيه بقى عندي اتنين جردل زي نتكلم عليهم بيكتورال جردل وبينزيك جردل تعال بقى نبدأ نمسك واحد واحد قبل ما نبدأ في التفاصيل هو ايه وظيفة الجهاز الهيكلي او الهيكل العظمي اللي سكريتون بتاعنا قال لي ليه تلات وظيف اساسية طبعا ما ينفعش اقول وحيدة لان لو عدنا نتكلم على اي حاجة عملها لنا ربنا ليها وظيف كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى طيب قال لي اول حاجة بتشتغل كستراكتشرال فريمورك فور سبورت للسوفت اورجانز صراحة يعني بتعمل سبورت للسوفت اورجانز اللي موجودة ودي بتفسرها الخطوة التانية اللي هي بتبروتكت بعض الاعضاء من الفيزيكال انجري زي مثلا ان الاسكال بيحمي جوال برين الثوراس الكيجي بيحمي جوال هارت واللونج ولو حبيت ازود من عندي البلفكبون عظم الحوض بيحمي جوال بلادر المثانا كل ده مهم جدا العمود الفقري اللي هو الفرتبرة الكولام يحمي جواء الحبل الشوكي كل دي حاجات مهمة للغاية معايا يا نور طيب الحاجة التالتة بقى يقول لي بيرماتس بيبدأ يسمح بالفليكسبول موفنت بيخلينا يتحرك بتاع معظم اجزاء لإيه الجسم عظيم جدا طبعا مش هيجيلك سؤال يعني يقولك سمع ايه الفانكشاف سكيريتون فالكلام ده بتقرأي رأيك لابي كده طيب يا دكتور العظم بيصنف على حسب الشيب بتاعه الى اربع انواع اساسية اللي كان تقريبا عبد الرحمن عمالي يقول لي عليها المرة اللي فاتت في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها يعني يه الكلام ده شوفها عملناها بطريقة عاملة ازاي خرافة جدا اللونج بونز بتتميز ان هي طولها اكتر من عرضها تمام طولها ماشي اطول من عرضها اللينز اكتر من ويتس عشان كده قلنا عليها ويتس خلق سوري اللونج بون وبيبقى شكلها سيلندريكا الاستواني تمام كده زي مين كل البونز بتاع الابر لمب واللور لمب يعني مثلا الابر لمب عظمة العضد اللي هي الهيومرس والريديس والقلنا اللي هو عظام الساعة الفور ارم بتاعتنا وزيها في الرجلين عظمة الفيمر او الفخد هناخد الاسمها دي دلوقتي وعظمة التبية والفيبيلا اللي هي الموجودة في الساق تعالى بعد كده النوع التاني من العظام الا وهو لو جينا شفناها فرح هو الشورت بونز والشورت مش بانطلون خلي بيهم من بعض الزر الشورت بونز دي قال لك طولها قد عرضها قد سمكها طبعا نشاهد ارسم السمك لان ده بعد ثالث لازم اخروم الشاشة تمام طيب دي تقريبا هي تقريبا بتبقى متقربة في الابعاد دي زي البونز بتاع عظام الرزغ او الرست والبونز بتاع عظام الانكل هي متقربة لبعض في الحجم والحجم بتاعها بيبقى طولها قد عرضها قد سمكها طيب بنون عليها شورت بونز وديها نشوف برضو زيها دلوقتي الفلان بونز والعظم المبطط او المسطح وده زي مثلا عظمة القص اللي هي الاستيرنا اللي موجودة في نص القفص الصدري من قدام عندنا مثلا عظام اللي سكال اللي هي بتغطي البريم بتاعنا عندنا العظام عظمة الاسكابيلة اللي هي عظمة لوح الكاتف بتاع الممثلات دي وعندي عظام الربس اللي هي الضلوع تمام كل دي بنعتبر ايه فلات بونز عايز اقول لكم بقى من ضمن برضو الحاجات التانية البلفيك بونز البلفيك مين بونز اللي هي عظم الحوض اقول لكم عن حاجة شباب هل انا قلتلكم قبل كده هو الاربسيز بتاعتنا بتتكون فين قلتها ولا ما قلتاش قبل كده قلتها بتتكون او طيب فين بقى الربون انا عايز بقى في القضل القضل دي قلنا في الفلات بونز في الفلات بونز صح كده الفلات بونز هو اللي فيه ريت بون مارو عشان كده شباب لما حدي بيكون عنده كانسر في الدم ولا حاجة وحب اخد وخزة او اخد بايبسي عينة من البون مارو اخدها من فلات بون واشهر اتنين فلات بون يتخب منهم العينات الليستيرنام والبلفيس طيب اللي بعد كده عندي الرجلر الرجلر دي معناها ايه ان انا مثلا اجل ماريم او لها يا ماريم دلوقتي العظمة دي شكلها ايه تولي بصلا دكتور هي مدورة على ان لها جناحات على ان لها كده حتة بوز او لها اه يعني شكلها ايه تولي ملا شكل معين خلاص كده هي متلخبطة عشان كده شكلها الرجلر عارف كده شكلك ملخبط تمام جدا دي جدا مثلا دي في برتبرة او فقرة طيب مين بقى الحاجات اللي هي شكل متلخبط اللي زي الفرتبرة وزي الهيب بون فالهيب بون ينفع محطها مع الفلات وينفع محطها مع الريجلر بس الصحة طبعا مع الفلات اكتر تمام اشهر حاجة الريجلر مشهورة جدا هي الفرتبري او الفقرات عظيم ادي انواع البون وطبعا زي ما عبد الرحمن قال خلاص ان هو الريد بون مارو بيبقى موجود برضو في العظام الطويلة في الاندس بتاعتها طيب تعالوا بعد كده نبدأ ان نمسك سكيلتون سكيلتون فيهم الاجزيل وبعد كده الابندكيلر شوف بقى التقسيمة روعة جدا اللي احنا عملينها دي وبتخلينا نقرب سرعة اولا الاجزيل يا شباب الاجزيل الاجزيل الاسكيلتون ده خلاص بيتميز ثلاث حاجات سكال وفرتبرة الكولة من وتراس الكيتش نبدأ بالاسكال ليها اسم تاني اسمها ايه عبدالله اسمها كرينيوم وكرينيوم معناها جمجمة امخ ودي بتتكون من 22 بون 22 عظمة وفتكروا كده ابوتريكا دماغه حلوة في اللعب فالدماغ اللي هي السكال 22 عظمة رقم ابوتريكا قامية السكال بتحمي البرين وتكون بيبقى فيها عناية ومناخيري وودني والكلام ده كله عظيم ايه بقى الكرينيول بونز بتاعتنا الكرينيول بونز الاساسية لو جينا بصينا عليها فيه اربعة اساسيين فين هم دول لو جينا بصينا في الرسم اللي على الجنب الرسم اللي فوق ادي اول وحدة دي خلاص اللي قدام دي سموها frontal bone عظم الامامي واللي وراها وفوق كده سميها البرائة البون العظمة الجدارية واللي تحت الخضرة دي سموها temporal bone العظمة الصدغية واللي وراها خالص الأكسبيتالبون العظمة الخلفية والحاجات دي يا شباب موجودة تحتها البرين فالفصوص أو اللوبس بتاع البرين تثمت بنفس الأسفاة دي لو خدتوها يا ملوك النيرف السيستم طيب فبيقول لي إن الكرينيا البونز دي بتبقى فلاد بونز موجودة في الاسكن بتغطي وتحمي البرين بتبدأ من أول فين بقى قال لي بتبدأ ماشي ستارتينج أد فرانت في الاسكن بص كده من قدام هنبدأ دي من هنا الفرانتالبون بتاعتنا شباب مالها اللي هي البنبي أو البنك دي مالها بقى قال لي بتكون لي الفورهيد الجبهة بتاع العين اهو دي جبهة لما واحد يكون ناسي على حاجة كده يفضل يخبط على أورته اللي هي الفورهيد ما هي دي بتكون الفورهيد وتكون الأبر ريجيس أوف آي سوكتس يعني لو شباب كده جبرنا الرسمة دي الآي سوكت هو التجويف اللي بيدخل فيه العين فلو جينا بصينا فيه هنلاقي في حاجة اسمها أبر ريج وريجي معناها بروز فين ده بقى الحتة البرزة في العين دي اللي بيبقى عليها الحاجب عارفين واحدة ما يلقص حواجبه كده اهي حتة دي كده اسمها أبر ريج حتة برزة كده بتاع الاي سوكت برضه بتبقى جزء من مين من اللي هو اللون البنك ده اللي هو الفرانتالبون عظيم يا دكتور خلصنا الفرانتال التانية البراية تلبون دي موجودة فين موجودة في الجنب ده وموجودة في الجنب التاني من فوق ولا من تحت دي اللي فوق إنما دي اللي تحت يبقى من فوق يبقى موجودة فين أبر لفت وريت سايد اف دا سكال معايا أميرة اللي بعد كده تيمبورال بول اللي هي العظمة الخضر العظمة الصدغية دي موجودة تحت لور يمين وشمال رايت وليفت ايتش وان كل واحدة فيهم بركز بقى بيرسد باي ان اوبنينج كنال اتخرمت خلاص او تم اختراقها بكنال الكنال دي اللي بعد كده بتعمل لي قناة الأذن الخارجية اهو شوف كده اللونها خضرة تم اختراقها بالقناة دي شوف بعملها العفودانو ازاي دكتور اسلام ما تزغزغنيش اش قادر طيب يبقى ده كده بالنسبة ليه الكنال اللي بتبدأ يدخل من خلالها الصوت وتعمل ترانزميشن ليه الساونز زي ما احنا خدنا قبل كده دي بتبقى موجودة تبدأ تدخل فيها لحد ما تخبط في الاير درام طابنة الأذن اللي بعد كده شباب الاكسبيتل اللي هو العظمة الخلفية البيش دي تمام ودي كيرفنج زي ما انت شايفينها كيرفنج هاي underneath to form تبدأ تكون الباك والبيز اوزا سكار ادي الباك من وراء وشوية جزء من البيز حلو جدا تعالى بعد كده فيه عطمتين تانين ما يبانوش من الجنب قوي اللي واحدة بس فيهم قالوا هي الصفرة دي اللي انا لو انها بحمر العظمة دي كده تمام العظمة دي اسمها ايه قال لي اسمها اسفينويد اسمها ايه اسفينويد بون اهى وفي عظمة تانية بين حتة منها كده الزرقة دي اسمها اثمايد اسمها ايه اثمايد بون طيب ايه بقى الفرمة بينهم بص يا دكتور يبقى احنا عندنا حاجة اسمها ذفي نايد اللي هي ظللتها دي وعندي سوري إسفينويد وعندي هنا إيه إسمايد دول بقى ما لهم يا دكتور قال لك بص صلى على رسول ليه أول حاجة الإسفينويد اللي هي كانت صفرة دي صح شوف لما بصينا عليها من تحت ظهرت عاملة زي الجناح فالإسفينويد معناها العظمة الجناحية ودي بتبقى ما بين الفرانتل وما بين التمبرال تاني ما بين الفرانتل وما بين التمبرال عشان تشوف إن هي ما بين ده وده لازم أطلع للرسمة لفوق. فين الفرانتل أهو. فين التمبرال أهو من العظمة اللي ما بينهم أهي يبقى دي كده الإسفينويد تمام؟ ما بين الفرانتل بون وما بين التمبرال بون وبتكون الباك بتاع الإي سوكتز بصّي كده أدي الآية هي سوكت هي الباك بتاعتها تمام كده يبقى بتكون الباك الجزء الخالفي من من الإيه من الإي سوكتز في واحدة تانية اسمها إثمويد الإثمويد دي بقى اللي هي بتشارك في تكوين الأي سوكت وتساعد في جزء من النوز. لا يا دكتور وريني أرجوك بصوا يا حبيبي لو جينا بصينا هنا على العظمة الزرقة دي اللي أنا بلوينا بأصفر. أولا هي جزء بسبورة النوز صح؟ وبتكون جزء من تكويف الأي نفسه. تمام كده؟ إبقى دي عظمة اسمها إثمايد. طيب كده خلصت طيب في بقى شوية ملاحوزات. إيه بقى يا دكتور؟ كتبينهم بطريقة روعة. أولا النوز. النوز لو إحنا بصينا بيبعبارة عن عظمتين صغيرين اتنين سمول ونرو نيزل بونز بأديئين كده underlie only upper bridge of the nose. الحتة دي اسمها upper bridge موجودين على طول تحت upper bridge على طول. تمام؟ اتنين the rest of flesh is made دي دي حتة اللي احنا بننمسها دي. دي مش البون. دي الباقية بتاعتها الحتة البرزة اللي من برها دي عبارة عن cartilage. حلوة كده؟ تمام؟ وبعد كده رقم تلاتة. النازل cavity. النازل cavity اللي هو التجويف الأنفي. آه عبارة عن إيه؟ space. بيتعمل عن طريق المجزل ريبون والنيزل بون. تمام؟ شتبقى بينا في الرسمة قوي. المجزلة دي هنتكلم عنها دلوقتي لا تخلقوا. قادي النوز شباب. طيب اللاكريمل بونز. لكريمل معناها دمعي. أنا أعرف لكريمل جيلاند. لكريمل أباريتس. إنما لكريمل بونز. آه. البوني اللي بيغطي الجهاز الدمعي بتاع العين. ده ما كانوا في الإنر آي ساكت. بص كده. أها. هالي يا عم الرسمة دي فيها. لكريمل بوني إن شاء الله فيها. هاي. بص 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 على الحلاوة. فين اللكريمل بون؟ آه. سوريا يا جماعة احنا كنا بنشاور غلط على الإثمويد. معلش. سامحوني. الإثمويد هي البيج اللي جوة دي. تمام؟ عشان بس الاتنين أو. دي بقى مين بقى؟ دي اللاكريمل. عشان كده الجهاز الدمعي موجود هنا. تلما بتيجي طاعة وموجود فيه هنا عند الإنر سايد أوف دا آي. وصلت كده. وصلت يا دكتور. طيب. قال لي هذه القناة. أو سوريا هذه البون. بتبقى بيرسد بايتيني أوبنينج. اللي خلالها بيبقى فيها أوبنينج كده. بيطلع من خلالها تير داكتس. اللي هي القنوات الدمعية. خلاص. وتبدأ تدرين التير. ستبدأ تاخد إليه الدموع من الآي سوكت وتوديها لنيزة الكافيتي. عشان كده لما تلاقي واحدة زعلانة وخطبها سايبة ولا بدأ حد جرحها ولا حاجة. تبتدي تلاقيها بتعاية وتبربر في نفس الوقت. معلش هي ملايش إكسبريشن إلا كده. طب إيه اللي نزل لها البربرة دي مع العياط عشان خاطر بينزل جزء من هنا ل هنا. ما علينا ما علينا ما علينا حتش تركز في الكلام المؤرف ده. عليش يا شباب. حد مقروف يا ولاد؟ تاني جاية دكتور معلش؟ أقول بربرة تاني؟ أيوة ازاي العياط بيجيب النزل الكافيتي دي؟ ما وفيه جزء من الدموع بينزل يعني هتلاقي العظمة دي مخرومة ونزلة من العينين على المناخير. فالجهاز الدمعي ماشي ماشي وراء العظمة دي القناة الدمعية وبتصب جوه النوز عشان كده دايما الناس اللي بتعاية بيبقى عندها بتطلع نيزة للدستشارج بيطلع كتير إفرازات من المناخير. جزء منه بيبقى جاي من الجهاز الدمع. وصلت؟ ده كده بالنسبة ليه النوز واللاكريمالبونز اللي بعد كده الماندبل يا شباب. الماندبل ده الفك السفلي. احنا عندنا الفكين الفك العلوي ده اسمه أبرت جو والسفلي اسمه لورت جو والسفلي ده لي اسمي تاني بنسميه مندبل أو اللورت جو. ده بيبقى جوه سوكتز خلاص. اللي بيقول لي بتهاوس اللور. سوكتز ده اللي هو إيه؟ أدل مندبل كده. تمام؟ يبقى جوه سوكتز بالمنظر ده. السوكتز ده ليه بقى يا دكتور؟ إيه لازمتها؟ بص كده عشان ينزل فيها السنان بالمنظر ده. فكريين لما قلت لكم عملت العملية والدكتور قاعد يكسر من العظم بتاع الفك قاعد ييه؟ السوكتز اللي محيط ده قاعد يكسر فيه عشان يظهر الدرس قوي. يبقى بتحتوي على سوكتز. السوكتز ده يبقى جواها الصف السفلي من الأسنان. هكيد مش العلوي. كل البونز بتاع السكان بتبقى جويند توجيذر بيلتحموا مع بعض الطايد اللي بشدة مع ده المندبل. بيعمل معهم جويند منفصل ويبقى متحرك. أما العظام بتاع السكان كلها من فوق. خلاص سبت لا تتحرك لأنها مسكة مع بعض قاوي وهنتكلم على ده قدام شوية. طيب فده يقول لي هنلاقي بقى إن المندبل بتاتش للتمبرال بون بجويند. الجويند ده يا شباب اللي هو ده بصوا كده معايا اللي هو الجويند الموجود هنا. لو عملت كده بقى بمنظر ده أو حطيت إدية هنا ألاقي في حاجة تتحرك تحت إدية. يسمو ايه بتاع التمبرال والمنديبلر. تمبورو منديبلر جويند اسموا ايه؟ تمبرو منديبلر جويند. تمبورو دي مصرية. أما تمبرو دي صح تمبرو منديبلر جويند. الجويند ده عند ناس كتير جدا يفتحوا بققهم وما بياكل يابقوا بيطقطق ويوجعوا. آه حصل انزلاق غضروفي لأن الفك يا جماعة في الجويند ده ما بيبقاش الراس دخلة بعمق في الجويند. أو في السيرفس اللي بتدخل فيه بتبقى عاملة شالو جويند مفصل ضحل. ضحل معناها مش داخل ديبلو جوه. فبيبقى سهل الخلع بتاعه ويحصل انزلاق فيه وممكن يحتاج عمليات. تمام؟ حلو جدا. اللي الجو ده بقى اللي هو التمبرو منديبلر جويند اللي هو المانديبل مع التمبرو البون يخليني عارف ان انا افتح رنجي يسمح لي بالليسبيك ان انا قعد برطم بالكلام كتير ان انا امضغ الاكل اللي باكله وانا مفجوع شوية. طبعا انا جعاني النهار ده عشان كده تلاقوني خارج عن قراتي قوي. طيب فيه بعد كده لو جينا بصينا كده انجي على اللي سكال من تحت نلاقي فيها حفرة كبيرة قوي اسمها فورامين ماجنم تعال نبص عليها كده فورامين ايه ماجنم اهي يا السلام. اهي اهي. كده احنا بصينا على الرسمة دي من الانفيديور سيرفس. دي السنان قدام ودي الاكسيبيتالبون وراء اهي. وده كده الفتحة الكبيرة. الفتحة الكبيرة بندخل منها على المخ. طب واللي تحت المخ اللي هو بيعدي من الفتحة اللي سباين الكورد. يبقى دي فتحة من خلالها بيتصل اللي سباين الكورد بمين? قال لي بالبراين. بالبرافو. بص كده يقول لي نير البيز اف اكسيبيتالبون. قريبة قوي من البيز. حيح وبعد كده بيبقى فيها الفرتبرا الكولم بيتصل مع الاسكنل. وفيها الاسباين الكورد بيكومينيكات مع البرين. صوت ما بيها البرين استم طبعا. مش اكيد مش بيتصل مع البرين نفسه. البرين. طيب. ادي خلصنا الكيرينيا البونز. ركز معايا. ركز. دكتور انك سؤال. مسألي سؤال. هو الميلس و انكس و ستيبس. دول كانوا تابع التمبرل. عايزة بقى الحقيقة. السراحة هو بيعدوه. عشان كده لما بنعد عظم اللي سكال. بنقول علي تسعة وعشرين عظمة. ولكن انا مشيت زي كامبل زي هيو من عندكم. معايا؟ يعني هم عندهوروا مسكين في التمبرل سا. مش حتة مسكين في التمبرل. لا اوما مش مسكين في التمبرل. هم مسكين في الجزء بتاع الاير درام. بس هم موجودين وذين اللي سكال. بيتعبدوا من عظم اللي سكال. احنا عدنا اتنين وعشرين. لا. فيه سبعة كمان. مين السبعة؟ تلاتة و تلاتة ميلس انكس استبس الجنبين. واحدة كده موجودة في الرقبة. متشعبطة بليجامنس بس كده. مش مسكة في اي بون. بشكل دايريك. بليجامنس بس كده. اسمها هيويت بون. معايا؟ يبقى كده سبعة بون. بس احنا هنمشي على هيو من اللي عندكم وهيعلم عندكم كده. الا لو حد قال لكم انها تابعها. يعني احنا مثلا شغالين مع سنوي لغات. اه لأ عندهم سنوي عام وعمة بشكل عام وعربي لغات يقول لهم تسعة وعشرين. معين الكتاب كاتب اتنين وعشرين. لا. او في ازلاكة النظام الجديد فيه باشا. تلاتة و تلاتة اللي هي الاوسيكلز بتاعتنا هو واحدة هيويت بون في النص قلنا لهم ماشي يا عام. هيويت هيويت مش هاريت عليك. يعني اسألت لنا تسعة وعشرين برضو. يبقى نمشي تسعة عشرين زي ما قالوا. حلو كده? يبقى زي ما قالوا هنمشي. يا دكتور احنا اي حاجة مشتركة بيننا وبين عام نازم بناخد اللي في عام وبناخد اللي علينا. علشان لو في عام مختلفين فاحنا نازم ناخد الاختلاف بتاعهم. انتوا واخدين فوق العام بكتير يا بس الاختلاف الرقم مش اكتر يعني. ايو اه يا بردو كلميز بتشرح لها من عام وبتشرح لنا من كامبل او اي حاجة احنا نشرح لنا. اوكي انا عايز بردو اقول لك على حاجة التسعة عشرين دي مش موجودة في كتب عام ده احنا جايبينها من بره. لا يا بردو. انا فاكرا ان هيك بتقول لنا ان العظم اللي هو بتاع الودان وكده. ده بيتحسب معانا عايزة. كنت فاكرا ان هي قالت ان هم تسعة وعشرين برضو. اه. انا بقولك اه. اه. انا بقولك فيه كده وكده انا عملت ايه مشيت على كامبل. معلش ممكن الاسم اللي في القصة دي تاني. هايويد. يسموها العظم اللامي. تمام? طيب. تعالوا نبص عليها. يبقى احنا كده يا شباب لو جينا بصينا على عظم الخضرة دي. اه دي دي كده ايه الهايويد بون. تمام يا دكتور. تمام جدا. عظيم قوي. فيه حاجة بقى مهمة ايه جدا. ايه. ان احنا العظم اللي من اول هنا. بصي كده. كل ده كده. بيقولوا عليه حاجة اسمها كرينيال بون. حد ورا. اما العظم اللي موجود قدام وشي اللي عامل وشي ده. بيسموه فيشيال بونز. اسموه ايه. فيشيال بونز. حل. تعال بقى نبتدي نشوف الفيشيال بونز بتاع الفيس. دول بقى بيعملوا ايه. ده بيعملولي الفرانت بتاع السكار. جزء الامامي. مين هم؟ مجزلة. والهارد بلت. وعظمة الفومر. والزيجوماتيك ايه. والزيجوماتيك بونز الاتنين. نبدأ واحدة واحدة. اول واحدة المجزلة. او المجزلة ريبون. المجزلة دي يا شباب اللي هي الخدود. بس العظم اللي تحت الخدود. مش قوي يعني. بص استنى كده. او رهلك بشكل احسن. معلش. معلش. خلينا بس ايه? نعتش نتخيل كده. عشان خاطر بيحصل كلام مش حلوة او. بص كده. بص 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 بص. فين المجزلة ايه? سوري. يا طبعا كل ده مجزلة. اه. 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 بقى اللي تحت الخدود. تحت الخدود ازاي? يعني الخدود هنا. هو بقى اللي تحتها من هنا كده. مش عارف انا قلت يعني بوصفها تحتها ازاي بس هي كده يعني. خلاص. الزيجوماتيك بقى هي الخدود. يبقى اللي تحت الخدود او قدامها كده. مجزلة. اللي تحتها اسمها زيجوماتيك. في زيجوماتيك هنا. وزيجوماتيك الناحية التانية. اما المجزلة يا كل دي مجزلة. معايا. من السماش اتنين. هي مجزلة ريبون. شاملة ايه? واخد الوش كله كده. زي الا اوكسيبيتال. هي متقسمش الاثنين هي واحدة. معايا. لو احنا بصينا بس على الاوكسيبيتال. اهي. بصوا كده. مع انها في الجنبين الا انها واحدة. كل دي وان بون. الفرانتال بون واحدة. اما مثلا هنا تيمبورل اتنين. مقسومة. وهكذا برضو الزيجوماتيك. الزيجوماتيك مقسومة واحدة هنا واحدة جنبها زي التانية. اما المكزيلر هي البنفسيجي دي. تمام. ادي المكزيلر. طيب في واحدة تاني. لو جينا بصينا عليها عشان نشوفها من دلوقتي. النيزل بونز يا شباب. فنصها بالزبط. يعني لو دي كده. النيزل بونز الاثنين. فيه في النص كده عظمة. فنص الايه? النيزل بون. اسمها فومر. اسمها ايه? فومر. تمام. نرجع مكان. يلا. المكزيلر يا شباب. اتفقنا ان هي موجودة. ايه? ان ايذر side of the nose. يعني موجود جزء منها على جانب النوز من هنا. وجزء منها على جانب النوز من هنا. طيب doing الوظيفة. المكزيلر بتكون جزء من ال due i socket. بس الجزء الى تحتاني وفوقها كده الاي الجزء التحتاني برضو موجودة الجنب التاني كده خلاص بيتكون الجزء الاي التحتاني من الاي سوكت بتحتوي على سوكت ركز بيأنكور الأبر رو أوف تيث يعني ما بيبقى فيه سوكت بالمنظر ده بيبقى فيه الصف الايه العلوي من الأسنان هم تمام كده بص 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 يا نور هي اللافة عبارة عن اللحمة اللي هي الميكوزة أو الغشاء المخاطئ اللي موجود يعني عبارة عن تيشو موجودة على البون تفهم قصد ايه يعني الحتة دي بيطلع فوق ايها اللافة خلاص تمام جدا يبقى ده كده المجزلة او مجزلة ريبون التاني الهارد بلد سقف البق لما انا بص اعمل كده ها اللي فوق ده ده عبارة عن ايه الهارد بلد اللي هو الروف السقف بتاعليه الموث ده معمول مين بالمجزلة معايا ومين تاني وتو بلدين بونز يعني تخيل كده تخيل تخيل معايا المجزلة دي دي كده لو عدت اعجأ هلاقي ان هي حتة منها موجودة هنا وحتة ورا شوية اللي اتنين هارد ايه اللي اتنين بلدين بونز الخلويس الخلويس التالتة ايه ايه اه ايه اه اه ارهالك في الرسمة دلوقت شعارت باينة في الرسمة دي ولا لا لها يا رب تكون بين اها بص كده بص كده بصيتي اهي بصي كل ده كده عبارة عن الروف قادي المجزلة وقادي اللازرق ده عبارة عن الاتنين بلطين واحدة وواحدة وصلت حالوة جدا عظيم او الكلام ده عظيم خالص ده الفومر بقى الفومر بون دي بتبقى موجودة وراء البلطين بونز ووظفتها انها تكون جزء من النيزل سيبتم السيبتم اللي هو الحاجز اللي ما بين الفتحتين فبتقسم النوز الى راية ويه الى نصين مش عارف ايه اعتقد يعني يعني المفروض رجينا بصينا على الصورة دي كده هو بالمنظر ده خلاص نرأي الفومر تمام دي بقى بيبقى فوق الحتة دي لو بصينا على من فوق نلاقي النوز مقسومة حتتين خلاص طبعا بتبان بشكل احسن من كده تعال اوريلكم كده بشكل تاني بصوا كده شفت 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 الصورة دي عملاقة جدا جدا في العظم اللي في النص دي ايه هي دي الفومر اسمت النوز الى اتنين صح راية ويه وليفتها الفس وصلت ايه يا شباب الفومر يا رب نكون انبسطنا نبدأ نشوف اخر حاجة اللي اتنين زيجوماتيك الزيجوماتيك بونز يا جماعة اللي عاملين الخدود خلاص الناس اللي خدودها بتقفل التليفون ويها بتتكلم دي عظيمة قوي يا شباب حد كده منكم مش هعارف طيب ده يقول لي بيكون اللي تشيك بونز والجزء الخارجي من الاي سوكتز لو احنا بصينا عليها عشان نبقى مقتنعين بالكلام اه دي الجزء الخارجي من الاي سوكتز نلاقي انه عبارة عن جزء من الزيجوماتيك فين الزيجوماتيك اهو اهو جزء الخارجي اهو ده الداخلي ده الخارجي من الاي سوكتز السلام ها السلام بس كده كده خلصنا الجزء بتاع الفيشي البونز في بقى خلال الفيشي البونز يا شباب بيبقى فيه حاجة اسمها اير ساينسس اللي هي جيوب الأنفية تسمعوا عنها مش وهي ملتهبة لقى بين الكلام مع الطبيعي سبحان الله جيوب الأنفية تعبارة عن اير سبيسس موجودة جوا الكرينيا خلاص الكرينيا البوز والفيشي البونز ليه بقى سبحان الله السكال يا شباب بتاعتنا بتبقى تقيلة لدرجة انها وزنها الوحدة لو ما فيش اير ساينسس هتاخد رقابتي وتتنيها كده هتكسر لي العمود الفقر مش هينفع عشان كده سبحان الله كان لابد ان ربنا سبحانه وتعالى هيحط جواها اير سبيسس تشيل هوا فتخفف من وزنها يبقى بتخلي اللي سكال لايتر بقى خف وبتدي وبرضو من ضمن الحاجات بتاعتها بتخلي لينا تون معينة وريزونز معينة ولما بتتسد مثلا بلحمية ولا بتاع احصل فيها لتهابات وتتميني سيكريشنز تلاقي الواحد يقول لك ايا عايز ايا اخناف بقى ويطلع له لحمية والكلام ده كله من ضمن الحاجات اللي بتتحكم في التون الير ساينسس بتبقى مبطلة من جوا طبعا بتيش وبيفرز ميوكس الميوكس ده عشان يرطب اللي سبيس اللي موجود خلاص وتفرز برضو ثيك ستيك فلاو دي بقى لازق على الميكوزة من جوا او الغشاء المخاطئ ايه من جوا تمام طبعا فايدة الغشاء ده انه يشد اي تراب غريب ممكن يدخل ويلزقه فيه وتيجي الخلال المناعية تاكل الاطربة دي او الدست سلز اللي موجودة وخلاص ما هو بيدخل فيها هوا والهوا اللي بيدخلها دي يكون يبقى شايرة ترابة فلازم الحتة دي بقى عاملة ايه زي البرابير كده تلزق معلش شباب بقرارها كزا مرة انا عارف معلش كلبتش بقى خلاص طيب يقول لي بقى الكونيكشن بتتصل بيه الصينيسس دي متصلة بالنيزل كافتي معايا يعني متصلة بتجويف الانف الجيوب الانفية مش هي التجويف الانفية متصلين مع بعض من خلال كده بسج الصغيرة خلالها الميوكس نورمالي درين ايه بقى الميوكس ده الميوكس يا شباب الجيلي نوز مش عارف ازاي البنات سموها الجيلي نوز مش عارف طعمية كانوا بيسموها اسم كده تاني كانوا بيسموها ايه حد عارف ايوة صح الله العظيم الطعمية بقى مسخرة اجسم بالله دكتور هموكس الحتة دي تعيش عارف المتخططة فيها بتاعت الاير ساينسس الاير ساينسس طب ما تيجي نتفرج عليها بس شباب ادي الاير ساينسس موجودة خلال العظم بتاع الاسكارل اهي في واحد فوق ساميه فرانتل وفيه هنا ساميهم اثمويدل وفيه هنا ساميها مجزيلة الاير ساينسس معايا وفيه بقى واحد لما يبقى جوه جوه يعني لما بص الراس من الجنب في النص الراس هنا اسم سفينويد ساينس بيبقى خلال البونز اللي احنا قلناه تمام ده بيشيل هوا وبيبقى مبطن من جوه كده للناس اللي سهلت تقريبا فرحة مش فاكر مين بغشاء مخاطي لما بتبدأ بقى بص كده بيبقى متوصل بالنزل كافتي في قنوات صغيرة غشاء مخاطي ده بينزل هنا للنوز ويعملي برضو السيكريشنز الجيلي نوز البربير يعني تمام يا شباب يعني ما بنحرمش ما فيش مشكلة اميرة نامت اميرة نامت لا ما حضرتك كده مبسوطة كده بالقرف ده اي خدمة خلي مارين ترسم وقال لها هي حرة اكسم بالله اقالف اكتر والنجموعة دي تبقى بسببكو بقى يلا بيقول لي افرد واحد جاله دوربرد كولد او رسبيراتري انفكشن بعد الشرع علي يا ولات وعليكو برضو ساعتها التيشو اللي بيبطن السيناسس دي يصبح انفليم دي يلتهم تمام كده وبعد كده يقفل البسج ما هي يا جماعة بصوا هي بسج صغيرة لما التيشو اللي فيها يورم لما يورم خلاص قفلها طب ولما يقفلها يبدأ بقى الفلاود يتراكم في هذه السيناسس يتراكم يتراكم ويبدأ يدي للانسان احساس ان فيه ضغط ماشي على رأسه وعلى البون بتاع الاسكن على هذه السيناس فيبدأ يعمل لي هدك عشان كده يا ولاد هو ده التياب الجيوب الانفية التياب الجيوب الانفية هيسبب صدع البنت كانت عندي في كورسي بكتوبر اتصلت بي قبل كده 11 بليل دكتور عندي صدع رهيب اعمل ايه طبعا كنت قبلها اليوم اللي قبلها كنت عندهم حصة اصلا وكنت شايفها دايما عملها ايه تشنه وبتاع فخدت بالي يعني فكلميتني يا بالليل قلت لها الصدع ده بيزيد معاك وانت بتميلي لقدام بتسجودي بتركعي كده قالت لي اه بيزيد قوي قلت لها طب بصي هاتي سابعك الاتنين دول ودوسي عليهم هنا كده بس اعرف ان التياب جيوب انفية وش كده خلاص دكتور يا ولاد من سهل فساعتها يبقى فيه عنده حاجة اسمه ايه او عنده حاجة اسمه سيناسايتس ايتس انفلاميشن في الساينس خلاص ممكن ده اكتر طبعا ساينس بيلتهب والفرانتال اير ساينس اللي واللي فوق اللي انا شاولت تعريب ايدي ده اوكي يا ولاد واحنا قلنا اي السبب بيخلي الالتهب ده يحصل لا مع دور البرد عادي جدا دور البرد واي عدوة تنفسية يعني تمام كده خلصنا اللي سكال تاني واحد بقى الفرتبرا الكولم ما فوش كلام كتير زي اللي سكال طبعا الفرتبرا الكولم اللي يسمى الباكبون عمود الانسان العمود الفقري خلاص اول سباين وده بيعتبر المين اكسس بتاع البادي المحور الاساسي بتاع الجسم اللي بيرتكز عليه معظم وزن الجسم فايدة العمود الفقري يا ولاد انه بصبورة الهد مسنودة عليه الرأس من فوق الرأس اللي تقلها كلها اهي اللي انها مسنودة على العمود الفقري ده تلاتة بيعتبر انه هو قتاد ما كاني اللي قتادش من تاع الفور لمبس بيرتبط به ايديا ورجليا بس اسأل سؤال بقى اللي بيساعد اليدين والرجلين انهما يرتبطوا بالعمود الفقري حد بقى خلو يرد علي ايوا احسنت كده الجردل صحة ولا لقى ايوا برافو احب الناس المصحصحة دي طيب يلا يا شباب مارينا صح صح يلا الكمبوزيشن صحي التكوين بتاعه قال للعمود الفقري تلاتة وتلاتين فقرة تمام الفقرة الاولى تنزل في الاعلان الاول تلاتة وتلاتين فقرة طبعا اتفقنا ان الفقرات دي بتبقى الرجلار بونز اسمها فيرتبري بيبدأ العمود الفقري من لحد البلفس لحد الحوض ده الاكستنشن بتاعه ولو بصينا عليه لترالي يا شباب اللي انه هو كيرفت كده ولازم يبقى نازل بالمنظر ده لانه لو التعامل هذي الكيرفتشور اختلت الانسان يبقى عنده امراض معينة طيب الكيرفتشور ده لو انا جيت اكومنت من عندي كده بيبقى كونفيكس القدام من السيرفيكا الفرتبري وكونكيف لورا من ثراثك وكونفيكس القدام من اللمبر خلاص و تكونكيف لورا من السكرال والايه والكوكسجير لايه بقا يا دكتور اولا في الرerst في الرأبة كونفيكس القدام في السيرفيكا الفرتبري عشان يشيل وزن السكرال من قدام لان لو كان من ورى بس كده اللسكالة طقع من هنا قدام فلازم يمد القدام شوية يبقى في منتصف اللسكالة عشان يقدر يشيلها اتنين في الستر بيبقى راجع لورا في الثراثك فرتبري عشان يدي مساحة لللونج والقلب انه ميشتغله كويس تلاتة في اللامبر منطقة اللامبر فرتبري يا شباب هي الفقرات اللي شايلة معظم وزن الجسم اللي فوقيها فلازم تمد قدام في النص عشان تقدر تشيل وزن الجسم اللي فوق ده كله اربعة البلفس بتبقى راجع لورا بالمنظر ده عشان تشيل جوه هنا البيبي صح في حالة طبعا الفيميلز بس لو هتخلف وتحمل او تحمل وتخلف الترتيب مطلوبية اقولها تاكيد مش اشكد يعني اكيد قادر يا خلاشي علي طيب مين هم بقى الثلاثة وثلاثين بنغنيهم سبعة اتناشر خمستين اربعة ده رقم تليفون يا ولاد الجديد سبعة اتناشر خمستين اربعة سبعة في منطية العنق يسموهم سيرفايكل وده بيعمل النيك اتناشر في منطية السدر او الظهر ثوراسك يعملو نتشاست وخمسة لمبر قطانية فقرات قطانية ده اللور بورشن الجزء السفلي من العمود الفقري وخمسة سكرال عجوزية بيبقوا خمسة فيوزد مع بعض ويعدوا كوانبون عشان كده ولاد في السنة ويبقى تفهين او يفضل يسألوهم عدد عظام العمود الفقري ولا عدد فقارات العمود الفقري يختلف لو قلت لك عدد فقارات تقول لي تلاتة وتلاتين لو قلت لك عدد عظام تقول لي ستة وعشرين ليه؟ لان دول كده بيعتبروا سبعة واثنشر تسعة عشر وخمسة أربعة وعشرين السكرال خمسة فيوزد يتعدوا كوانبون والكوكسيجية الأربعة بونز يتعدوا كوانبون فاربعة وعشرين واحد واحد يبقى ستة وعشرين صعب هذا الكلام؟ ملقى تلاتة وتلاتين تلاتين فقرة ستة وعشرين عظمة ايه مش الفقرة هيا العظمة؟ اما هو عندنا العظام الفقارات دي بتبقى ملتحمة فتبقى كاونتد أز وانبون وصلت؟ ولا مو وصلت؟ لا لا ما وصلتشه صح؟ بصي العظم التعال السكرال اتنين برايتل واحدة فرانتل وكان تحت هنا فيه اتنين تيمبرول وفيه وراء أكسيبيتل ايه رايك في العظام دي كلها؟ مش تمانية عندك اتنين واتنين أداربعة واتنين ستة مثلا؟ صح؟ ستة عظام في السكرال لما التحموا مع بعض بقوا وانبون يتعدوا كاونبون بالرغم ان احنا قلنا اتنين برايتل واتنين تيمبرول واحدة فرانتل واحدة أكسيبيتل واحدة سفينايد واحدة ثمايد يتعدوا كاونبون ليه؟ عشان فيوز ملتحمين مع بعض معايا؟ إنما عظم اللمبر لأ الفقرات تبقى فقرة ما بينها غدروف فقرة ما بينها غدروف وهكذا فكل واحدة تعدك أبون لوحدها وفقرة لوحدها السكرال عمل كده كده ما فيش غضريف فيه يعني ما فيش غضريف ما بين الفقرات الخمسة كلها فيوزد فتتعدك عظمة واحدة بس أنا عارف إنها خمس فقرات تمام؟ طب ليه قلت عليها خمس فقرات؟ بدأتها يا ستي هم التحموا إحنا صغيرين ولكنهما كانوا خمس فقرات معايا؟ بصي كانت لقينا كده في الرسمة دي تلاقينا فيه غدروف أزرق غدروف أزرق غدروف أزرق إنما هنا ما فيش غضريف كله نازل حتة واحدة فتعدك أبون وهكذا الكوكسجيل والكوكسجيل دي اللي هي العصعص بيسموها التيل بون الديل تمام؟ ودي أربعة برضو فيوزد حلو؟ لما بيقولوا أنا أستغفر الله العظيم يعني بيئة الديل بيئة الديل آه بتاع نظرية داروين صح؟ تخيل بقى أنت كده لو قاعد الحتة دي طولت كده وبعندك ديل يا خراشي يا لهوي أنا قلت لكم يا أولاد قبل كده ماذا يحدث لو كان عند الإنسان ديل؟ لا ما قلت لكم شي أنا لفاكرة أنا قلت لكم عملي كده بتبتنسى وطريبا حضرتك قلت لنا قلت لكم في السنتر صح؟ طب نقولها للناس خيلوا أولاد كده تخيلوا لو كان الإنسان عنده ديل وإنما نيجي مثلا نروح السنتر ولا حاجة نسلم بعض فنيجي إيه لفين ديلنا كده ونسلم واخد نتخيالك وتخيلين صح؟ شكده وبس بنيجي دونه ندخل نقعد على الكراسي يبقى الكرسي فيه خرم من تحت عشان ننزل منه الديل عشان نعرف نقعد شكده وبس بقى بعدين جان ببعض وإيه بقى عايز أقول اللي جان بيه حاجة والميستر بيشرح فاجي ممشي الديل الطويل كده واجي لطش زميلي كده إيه اللامسوا كده كده بدل ما يسمع صودي لا بألمسه كده خدين تبقى لكم ايه آه كنابة الإنسان فزيع عوي يلا ما علينا تخيلت يا أولاد لا أرد علي تخيلت يا لهوة على الصمت ولا واحد فيكم تخيل يا أولاد انتم عايشين طيب ما تكتبوا ما تكتبوا اقولوا افتحوا الماييقات تقولوا ليه معاذبين نفسكم طيب انسوا بقى اللي تخيلتوا لأن الإنسان مش بدل يا أولاد طيب نكمل بقى العمود الفقري بتاعنا البرتبرا الكولا الارتكيليشنز اللي هو ارتباط الفقرات بتاعته يقول لي بتشير two points of contact الفرتبري بتعملي two points of contact مرتبطة مع حاجتين فقرة فقية وفقرات تحتها طيب الانتر فرتيبر الديسكس إيه بقى الانتر فرتبرا انتر فرتبرا معناها ما بين الفرتبري ديسكس معناها غضريف اللي هي ديسكات يقولك أنا جالي ديسك خلاص طيب يبقى الانتر فرتبرا الديسكس هي عبارة عن إيه الغضريف اللي موجودة ما بين الفقرة والتانية تكوينها إيه قال لي التكوين بتاعها بتبقى صفت جيلاتين السنتر يعني ليها جزء غضروفي جيلاتيني سوري في النص خلاص ده الغضروف على فكرة يعني الغضروف ده كله مش كله إيه حاجة كده طرية لا ده الجزء اللي في النص جيلاتيني والجزء اللي بره ده بيبقى طف يا دكتور طف على من الله بما تفش هو محترم هو طف ناشف خلاص من الفايبرو كارتليج في النص جيلاتينيس وبره طف فايبرو كارتليج تمام طيب ايه الوظائي بتاع ده الغضروف رقم واحد لما واحد يبدأ يعمل جامبينج ويدغط الفقرات على بعضها بالمنظرة ده أو تكون ركب عربية وتبقى ماشي هوب فجأة مطب بجه عمل كده فخلل ضهرك يخبط في بعضه الغضروف او الفقرات يمتص الصدمات شوك أبزوربرز اتنين بيحمي الدليكت فرتبري الفقرات بتاعتي من الامباكت اوف ووكينج وانت بتمشي بتضغط وانت بتجامبينج وانت بتعمل اي حركة بتضغط على عمود الفقر يحميك من كده تلاتة يسمح بلمت الديجري اوف موفمينت الناس اللي بتبدأ تتني ضهرها هل انا ممكن انزل بضهري لحد ما رأسي تلمس رجلية لأ لها عشان ما نتنشي العمود الفقر قوي ونقطع الحبل الشوك اللي جواه فكون انه ليه ده بيخليه يعمل ايه او ديجري اوف موفمينت معينة يخليني ان انا احافظ على القرد الموجود جوا تمام يا شباب ولكن ايه شوك أبزوربر يمتص الصدمات لا لا قصدي اللي هي الارتكيوليكيشن دي ارتكيوليشن معناه ارتباطات يتمفصل ايه يتمفصل يعني مثلا لما عظمة تروح تتمفصل مع عظمة تارتكيوليت مع عظمة تمام تمام يعني دي مش جزء في البون لما يبقى عندي بصي لما يبقى عندي مثلا البون اهي راح تمسك مع عظمة بالمنظر ده هذا البون ارتكيوليت مع هذا البون حصل ما بينهم ارتكيوليشن ارتباط ده مفصل اوكي في بقى عندي يا شباب خلاص طبعا هنا بقول لي انك تقدر تتنيه من وشمال قدام وورا فيبدأ يخلينا تبدأ تلفي من وشمال برضو لي طيب ايه رأيكم يا شباب لو حد حصلوا حتة ابنورماليتي كده وحصلوا حاجة اسمها هرنياشن يعني هرنياشن بصوا كده الطبيعي ان انا عندي فرتبري كده وفرتبري كده وبينهم الديسك بالمنظر ده حل ايه رأيكم لو حد حصلوا ان هتضغط عليها وبصت لقدام شوية حصلها هرنياشن طيب يا شباب الاعصاب بتاعت الانسان بتطلع كده معايا بتطلع كده ايه رأيكم بقى لما حصل هرنياشن ضغطنا على العصب طيب اولا فهمتوا يعني هرنياشن جاي من كلمة هرنيا وهرنيا دي اللي هو فتاء الانتستن اللي بتطلع بره مكان ايه برضو الغضروف هنا بيطلع بره مكان بهرنيات تمام يسموها سليبنج ايه سليبنج ايه أو سليب دي ديسك على طول انزلاق ايه انزلاق الانزلاق ايه بالزبط كده والله ما فاكر انا بقى انا بقى لي كتير ما اديتلكمش حشتون بص كده بقى يقولي ده بيحصل يبقى الحركة المفاجئة بتاعتك دي تخليك تعمل عارف انت لما تيجي دي تضغط كده فجأة او دي تضغط كده فجأة عارف انت ما تضغطت على السندويتش هو فيه كاتشاب كتير كاتشاب بز من السندويتش هو نفس النظام لما عملنا كامبريشن على الديسك بدأنا ننفورس فورسينج السوفتر سنتر السوفتر جيلات الاسل في النص عمل بلونة بزت لبره زقت بره وتبدأ تبريس اجينست الاسبينة النيرفوس العصاب اللي كتطلع كده نزق عليها نضغط عليها ولما نضغط نبدأ نعمل باك بين ألم في الظهر وألم في الرجلين وهكذا اشهر الاماكن اللي بيحصل عليها جماعة انزلاق دروفي هي الفقرات القطنية حد يقول لي ليه بقى حد شاطر يقول لي ليه انتوا كلكم شطار عشان جزء كبير محمل عليك ايوه عشان هي اللي شايلة الوزن بتاع الجسم ومعظم وزن الجسم موجود فوق اللي ايه فوق اللي هو في الابر بارتوف ده بطر برافو يا ولد برافو انا اصدقكم محببكم في اللاج جدا تمام ايه بقى العلاج ماريوم طاري الاعلاج بتاع الناس اللي عندهم انزلاق دروفي قال لي والله باي سيرجي جراحة نبدأ نشيل الدسك اللي بايز ده خلاص وبالتالي نبدأ نريح البريشر اللي موجودة اجنست النرف فيروح القلم ولكن يا شباب السيرجيكال كورريكشن اللي احنا بنعمله ده بيخلي الانسان بعد كده ما بيقدرش يحرك ظهره بالفليكسبيليتي المرونة اللي كانت فيه قبل العملية فبيقلل الاسباين الفليكسبيليتي ليه وهنا بقى بقى عندي فقرة او فقرة وننزل الغدروفي ده بصلحه واركب مصمارين هنا كده يثبتوا الفقراتين مع بعض فبعدل ما الفقرة او فقرة كان ما بينهم غدروف بقى ما بينها مسامير والمسامير ده اكيد مش هتخلي الانسان يتحرك بروح تمام ده مهم يعني بعرفين ليه كفكرة ليكم بعد كده مش لازم عشان امتحان اونا بتاع طيب في حالة بقى ان حد يحصل له تمام حد مثلا يحصل له كسر في العمود الفقري ده ممكن يعمل لي ساعتها لو عندي فقرة وفقرة فقرة طبعا بيبقى شكلها بالمنظر ده يا شباب ما احنا كنا رسمينها ليها السيل بادي وليها اللي اتنين ترانسفيرسي بروسيسس وعندي الاسباينس بروسيسس وهنا كده التجويف ده اللي ماشي جوا الحبل الشوكي قادي الحبل الشوكي او اللي بيحمي الحبل الشوكي اه شفت كده الحبل الشوكي مجوجه ازاي؟ ده بيحميه اي رأيك بله او الفقرات اتكسرت حبل الشوكي يتقطع حصل له damage صح؟ وطبعا الناس اللي احنا شكيني يعني انا دلوقتي ماشي ديت حادسة واحد عمل حادسة بعربية واحد من ايمنه في الشارع قادي ظهره راسه خلاص وقادي رجليه بالمنظر ده وقادي ايديه تمام؟ مفتر اسم الحالي والزاولات ساقفوا لي يقول لي بقى الناس اللي عندهم اللي انا شاكك يعني ان عندهم كسور في العمود الفقري ولا حاجة ياريت بقى ياريت بلاش بلاش الروح الجريئة اللي في الانسان والمساعدة الشهمة بتاع والله 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 يا شباب تحكي على فكرة من دكاترة كتير او في طوارق وياما ياما ياما ناس كان عندها كسور في العمود الفقري كان ممكن تتلحق وعلى ما تنقلت المستشفى بسبب نقل خاطئ من الناس الشهمة الجدعة لقينا الانسان ده تشل بسبب النقل اللي عملوه ليه بقى؟ يلا هي لا هبا لأ احنا في الطواري وفيرستيت بنعلم الناس ان الناس اللي عندها كسر في السكال او كسر في العمود الفقري بيتنقلوا بطريقة معينة وبيتشالوا بطريقة معينة وبيتشال كحتة واحدة مش بنقعد من ايدي ورجليه لا هبا مينفعشي ده انت بتخطر على العيان فدايما بنقول للناس اللي ما بيعرفش يتصرف بلاش تبقى شهمه جدعة مع الناس دي ليه لان شهمتك وجدعانتك دي هتضيع العيان قبطوا ان لو عنده كسر في فقرات العمود الرقبة انت هتشلله كل الجزء اللي تحت ده شل الرباع ايدي ورجليه فبلاش بنلاع عليكم محدش يهبد ومحدش يفتي في الحتة دي تمام؟ اوكي؟ فيقول لي فلازم نستنى يبدأ يقيم الموقف اللي موجود لان اي تويستنج اي التواق او بيندنج ممكن يعمل اديشنال او بيرمن انت دامج السباين الكورت تفضل يا عمر اسغل ازاي يا دكتور اللي بيجي على السباينال نيرف اللي هو النيرف الصغير قوي ده يخلي في بين باك بين اه انت عايز يعني تقول ايه اللي يعمل الم في الضف؟ في الانزلق لغدروفي اه انت عايز تعرف ايه اللي يعمل الم في الضف؟ اه هو المنطقة اللمبر دي اللمبر فرتبري الاعصاب اللي فيها هي الاعصاب اللي نزلة منين من الثراثي كفرتبري سوري سوري بص كده عايزك بس تتخيل معايا نروح للصبولة بتاعتني يلا يا سين بص كده العمود الفقري بتاعي جوه اللي سباينال كورت اخر اللي سباينال كورت عامل كده صح؟ اللي سباينال كورت بينتهي فين؟ عند اني فقرة كان هيتو عند ايه اللي واحد يعني تحتها ايه اللي اتنين و ايه اللي تلاتة و ايه اللي اربعة و ايه اللي خمسة بتخيل الفقرات دي ما جوهاش حبل شوكي وهي الاعصاب بتاع الحبل الشوكي الاعصاب بتاع دي نزلة كده طبعا بتطلع بطالية معينة في الاناتومي كده هو ايه اللي واحد دي بص نقولش ايه اللي واحد اللي هي الفقرة القطنية الاولى مش احنا قلنا هم خمسة؟ لنبروات تمام كده؟ اهي نلاقي العصاب بقى بتبدأ تخرج من اماكن معينة كده افرد بقى الغدروف اللي ما بين دول حصل له هرنيشن ضغط على العصاب صح؟ هم طبعا العصاب دي بتغزي الباك الظهر والرجلين وصلت؟ وصلت؟ اه فلبين يعني يا ابني الاي عصب بيتلمس بيخلي الانسان يصوت اقول لك على حاجة؟ عمرك مثلا جيت سنة تقوعك من هنا على حاجة و جيت تكهربت كده؟ اه طب ليه بقى؟ لانهنا لما ضغطنا على الحتة دي على فكرة وجاية قدال لما بنضغط على الحتة دي فيه نيرفي هنا بيعدي وورا ترك ليه ده خلاص كده بتضغط عليه بيكهرب اي نيرفي بيتدسع عليه اي نيرفي بيتلمس بيوجع ام تمام وصلت؟ تمام حلو جدا يا هاجر دعم يا دكتور كسحي دعم وجود او نشي سارة اه يا سارة اه شفت سارة مش هاد هي ترد يا ابني شكرا يا جماعة شكرا مش هاد هي انت ترد علي ده اخرتها شكرا يا ميرا معاك ده نامي نامي قدالي معاك يلا ده كده بالنسبة ليه اه حتة الجدعانة والشهامة الحمد لله خلصنا النص الصعب تعالى ننتج بقى الصفحات اللي جاية اسهل بكتير كده خلصنا ناخد اخر حاجة من الاكزيال الا وهي الربس والاسترنم الضلوع والايه وعضمة القص اه دي عضمة القص اهي في الرسمة وقادي الضلوع تمام طيب الثراث الكتجة القفص الصدري شكله بيبقى عبارة عن علبة القفص الصدري بيبقى كالانشيب عامل زي المخروط واسع من تحت ودايق من فوق حلوة عامل زي المخروط واسع من تحت ودايق من فوق الله مكانه بيلاقي ان هو بيبقى كنكتد من وراء الضلوع دي متصلة من وراء بالفقرات بالاثناشر فقرة الظهرية اللي هو الثراثك الفقرات الظهرية شباب نقول عليها تي واحد تي اتنين تي تلاتة على حد تي اتناشر طيب وبعد كده وقدام متصل بالسترنا حلوة جدا يبقى من وراء بالفقرات الظهرية ومن قدام بالسترنا تمام؟ اخدت ولكم ان الرب ده ماشي كده 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 ومسك ورا الرب ده ماشي كده 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 وراح مسك ورا صعب الكلام ده وكذا هنا راح ميجي كده 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 وراح كده 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 ومسك ورا خلاص بقى يا دوبتو ماشي حبيت الموضوع قوي طيب يبقى من ورا بالثوراثك فرتبري ومن قدام بالسترنا طيب عدد عظام القفص الصدري كله الثوراثك كدش سبعة وتلاتين عظمه ازاي؟ من الثمانين بتوع الأجزيال واحدة استرنا وعندي اتناشر زوج من الضلوع اتناشر هنا اتناشر هنا يبقى اربعة عشرين يبقى اربعة عشرين خمسة وعشرين وعندي ورا اتناشر فقرة ثوراثك ها يبقى خمسة وعشرين واثناشر سبعة وتلاتين صح؟ صح جدا انا دوبتو طيب تعالى نتكلم على الضلوع الضلوع يا شباب بتتأسم لاثنين هما المفروض اتناشر ضلع في الجنبين اول عشرة خلاص بيقولوا بيبقوا طوال بص كده الضلع بيوصل من هنا لحد هنا طوال اما اخر ضلعين اهو التوبيرز اللي تحت خالص بيبقوا قصيرين بص كده جاي من ورا لحد هنا وماكملش كده تمام؟ جاي من ورا لحد هنا او قصيرين قوي الضلعين دول عشرة سوري حداشر واثناشر قصيرين جدا بيمسكوا ورا بس وممسكوش من قدام وعشان ما بيمسكوش من قدام يبقوا عايمين فسميناهم الضلوع العائمة اخر ضلعين من تحت ضلع رقم حداشر واثناشر على الجنبين سموهم الضلوع العائمة عشان كده بتبقى قصيرة مش وصلة لحد اللي استرنام قدام طيب العشرة دول بقى اللي هما بيبقوا 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 طالعين من ورا لحد قدام بيبقوا طالعين من اول ثلاثك فرتبري ورا ومسكين في الاسترنام قدام طيب مسكين في انهي فرتبري يا شباب قال لك من الفقرة التامنة لحد فقرة السبعتاشر حد عارف الارقام دي كتبت كده ليه عشان بعد اه عشان انا احسن احسن احنا قلنا فقرات العنقية بيبقوا سبعة الفقرة الصدرية الاولى اللي هي تي واحد بتبقى فقرة رقم تمانية طب ما هم من تي واحد لحد تي اتناشر ها يبقى تي واحد تمانية تي اتنين تسعة لحد تي اتناشر يبقى سبعتاشر تمام طب الفلوتينج ريبس مسكة ورا في الفقرة رقم تمنتاشر وتسعتاشر ما هو العاشر بيمتهي عند سبعتاشر يبقى الحداشر عند تمنتاشر والاثناشر عند تسعتاشر خلصت الضروع الفلوتينج بتبقى مسكة في الثراسج فرتبري طب مش مسكة في الثراسج فرتبري وربنا ابدا عشان كده اصلا سميناهم فلوتينج طب يا دكتور بص كده يقولك الاتاتشمنت بتاع الربس قلناها نهاية من الرب بتمسك في الثراسج فرتبري ورا والاثر اند بتمسك ركز بقى معايا فلسترنم قدام بس في حاجة يقولي الاثر اند بتاع الابر سيفن بيرز بتاع السبع ازواجي اللي فوق السبع يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بس طب التمانية تسعة عشر حداشر اتناشر استنى عليهم بسيبك بين الحداشر والاثناشر خلينا بقى في السبع اللي فوق والتمانية تسعة العشر اللي تحت السبع اللي فوق بيمتصلين بكارتليج والكارتليج تتصل في ليه في الاسترنم ازاي تعال انبصوا على الرسمة جميلة جدا الرسمة دي وشباب لما انا بعمل كده والصفحة بيينوا قدامها ان هي مظلالة ازرق طيب يعني بتظهر عندكم يعني كل مرة ببعايزة تستل موضوع ده بنزل يلا تعال انبصوا كده بالقلم الاحمر اللي احنا نعمله ده بصوا شباب الضرع الاول اهو تمام مسك بكارتليج مش بيينة من الضرع التاني شايفين بقى مسك بكارتليج اهو تلات بكارتليج الرابع الخامس السادس الكسبة معايا اهو والسابع اهو تمام حلوة كده التامن والتاسع والعاشر اهو التامن والتاسع والعاشر كلهم مسكوا بغضروف واحد وراح مسك في الغضروف اللي فوق فبنسمي ان التلاتة دول بيلتحقوا بطريقة لكل واحد ملوج غضروف خاص بيه هو ده ده وده وده ومتحدوا مع بعض والتحقوا مع اللي فوق حل؟ ده مين التامن والتاسع والعاشر واتصلوا بالكارتليج في النهاية يعني؟ اه طبعا بس بالكارتليج اللي فوق بتاع واحد من اللي فوق وصلت؟ قص دي اتصلوا بالاااا بالاستيرنم في النهاية او 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 يعني بص مش السابع كان ليه كارتليج الواحده السابع اهو صح؟ هم 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 بقى راحوا دي ودي ودي التحموا بالكارتليج بتاع السابع اللي بتلتحم بالاستيرنم التحموا بطريقة ان دايريكت تمام؟ طيب الاستيرنم دي يا شباب عظمة القص بيسموها لان هي وقعة ما بين الاتنين بريستس ما بين الثاديين هنا فسميناها بريستبون طيب لقينا ان الرب رقم تمانية او تسعة وعشرة بيلتحه بالايه بالغدروف بتاع رقم سبعة بطريقة ان دايريكت اللي استيرنم قلناها فضل يا عبد الرحمن هو الكوستل كارتليج هي دي هي دي هي دي اه هي لين كارتليج هي دي اسمها كوستل كارتليج كوستل معناها دلع الغدروف بتاع ايه الكارتليج بشعة دلوع تمام اخر اتنين مالهمش دي كده شايف ده ده اتناشر وفوق ايه الحداشر اهو شايفوا كده اه اوكي تمام ده كده صح صح يا بنات صح صح يا ولاد صح صح يا الوين الاستيرنم الاستيرنم عظمة من العظم الفلات فلات بليت شايف دبول تمام يقولي بتتكون من تلاتة سيبرت بولز تلاتة سيبرت بيلتحم ومع بعض اثناء ما بيتكون الجانين ادي اول عظمة ادي العظمة التانية والتالتة بقى اللي تحت يا شباب دي بتفضل غدروفية اهي حتى دي سيفايد بروسس لو عايزين تعرفوا اسمها ومبقى اللي فوق دي اسمها مانيبريا مستر ناي واللي تحت دي اسمها بادي اوف استيرنم واللي تحت خالص اسمها سيفايد بروسس تمام طيب بقولي طبعا اخر اثنين بيرز البوتهم اللي تحت سامون كو ايه فلوتينج ريبس ليه لانهما نوت اتتشد من قدام بيه الاستيرنم خالص بس كده خلصوا جميل جدا ايه بقى وظيف الثراث الكيج بيحمي جوا الهارت واللونج واي حاجة موجودة جوا تراكية اي حاجة بيساعد الانسان على التنفس ليه بقى يا شباب قلناه في الرسبيريشن والمفروض مشرحهاش تاين لانه كل ضلعين بيبقى ما بينهم عضلات الانتركوستا الماصلز اللي بتبدأ تنقبض اثناء التنفس فلما تنقبض تبدأ تزق تخلي التشست بتاعنا يا شباب بص كده يبدأ يطلع لقدامه والبرا فيبدأ يزود الديامتر كنا شرحينهم واللي مش عارفهم يرجع للرسبيراتوري محاضرة بتاعتها خلاص فيدي اسباس ليه اللونج انها تبدأ تتمتد فيه مش كده كمان ده كمان احنا مش كده وبس ده كمان عندنا الستيرنم اللور اند بتاعتها متصلة بالديفراج خلاص اللي هي اهم عضلة في عضلات التنفس بس كده الله عالصفحات اللي بتخلص على طول خلصنا الاجزة لسكيلوتون الشباب ناخد بريك ماشي تمام طيب اه نبدأ بقى نتكلم على الابندكيلر اسكيلوتون يسموه الهيكل الطرفي ده بقى عبارة عن حاجتين جرد الولمب فوق وجرد الولمب تحت طبعا اللمب يمن وشمال يبقى لنبس طيب هنبدأ نتكلم على الجردل اللي فوق اللي هو اسمه بيكتور الجردل او بيسموه بالعربي الحزام الصدري حزام الايه الصدري او الحزام الكاتفي والاوبرلمسه للطرفين العلويين ادية طيب نبسك اول حاجة للحزام الصدري الحزام الصدري ده بيبقى بتكون من نصين زي بعض نركزوا شباب النصين دول كل نص فيهم عبارة عن كلافيكيل وسكابيلة يعني انا في الرسمة تحت كده جايب لك نص واحد خلاص ايه دي عضمة الكلافيكيل الترقوة تمام وايه دي عضمة الايه اسكابيلة لوحد كتف الاتنين دول مع بعض فيه زيهم الجنب التاني فيه عندي كلافيكيل وترقوة خلاص ما هي هي كلافيكيل وسكابيلة الاتنين على بعض الاربعة مع بعض يعملوا ايه الجردل كامل نص الجردل عبارة عن عضمة وعضمة طيب قال لي اول حاجة الاسكابيلة الاسكابيلة دي بقولوا عليها شولدر بليد موجودة وراء خلاص بتبقى شكلها تريانجلر زي ما انتوا شايفين كده مسلسة الشكل الاوتر اند بتاعتها خلاص فين الاوتر اند اهيه كده بره بتبقى باينتد بتبقى مبوزة بيبقى فيها بروزة عامل كده خلاص باينتد عند هذا بروسس البروسس ده بيرفله الكلافيكيل بالمنظر ده كده معايا يبقى البروسس ده بروز ده كده بيتصل معايه مع الكلافيكيل طبعا كان نفسي بقى قدامكم احنا منشاور على البون احسن كده طيب لو جينا بصينا بقى في الاسكابيلة ورسمناها نرسمها كده خلاص ايه دي الاسكابيلة هلاقي فيها كافيتي هنا كده الكافيتي دي يسموها يا عبد الله حاجة اسمها ايه اسمها جيلانايد كافيتي disp Gray تمامها الának اسموه كده بالاااا بالعربي التاقويه في الاروح معالينا الجيلانايد كافيتي دي هي موجودة عند الاوتر يعني برا هنا مش جوه تمام وبيبقى فيها الهيد او ثي بيمسك فيها الرأس بتاع عدمت ليه العدود الرأس بتعظمت العضب بالمنظر تمام يبقى الهيدوف يمرز بتستقر جوه الجيلينوي كافيتي ويعمله مع بعض جاينت اسمه شولدر جاينت مفصل لليه الكتف خلصة الاسكابلة سموها الكولاربول حد عارف يعنيه كولاربول حد عارف تاني اسم ايه كولاربول اللي هي العضمة اللي هي عبارة عن الكولاربول مع بعض كده نے برضو يعني كولاربول اللي هي الترقوة ما هي الترقوة اللي هي اسمي تاني اللي هي الكولاربول طبعا الناس ج valid على جوجل ترانسليت على طول. لا موجود على جوجل ترانسليت زي تركوها. طبعا يعني هي مكتوب على جوجل زيت نفسه. لا هو ده بيوصف شكل البون يعني ده مش الترجمة بتاعتها. ما احنا عزينين? هي فعلا زي ما عبدالله قال كده هي عاملة زي الطوب. يعني واحدة عاملة كده والتانية عاملة كده. تمام? عبدالله اجيب لي المحجم كل. ماشي يا عبد. خلاص? بيقولوا عليها كولر بون. مالها بقى الكولر بون دي بقى? قال لي بتبقى من قدام. كده من قدام. كده من وراء. من قدام بالسترنم هنا. تمام? ادي السترنم. ومن وراء تبقى في ايه? في الاوتر بارت بتاع رس كبيرة. في البروزيس اللي احنا كنا قيلين عليه هنا. بس كده. ادي عاملة بكتورال ايه جردل خلص? وفايدة الجردل ده يا شباب. حد بقى يقول لي قلناها. ايه? يوصل الليمب بالا. يعمل سابورت? ايه لا غيره غير السابورت. قلت حاجة مهمة جدا. لهو يوصل الليمب بالاجزي. ايوة كده صح. يوصل خلاص. نسحة يا انجي. طيب ده كده بالنسبة للجردل. تعالي ناخد الابر ليمب. الابر ليمب يا شباب بيتكون من ثلاث حاجات. بص كده علي. ايه بقى الثلاث حاجات دول? واحد اتنين تلاتة. خلاص? طيب واحد ده بيسموه ارم. وده كده بيسموه فور ارم. وده كده بيسموه الهاند. الارم عبارة عن عظمة واحدة اسمها يمرس. الفور ارم عبارة عن عظمتين. ريديس وقلنا. وبعد كده الايه الهاند. الهاند عبارة عن ثلاث حاجات. ريست. والامشاط دي. وبعد كده السلميات اللي هي العقل بتاع الصابع. الريست اللي هم التمن عظمات اللي هنشوفهم بيسموها كاربل بونز. اسمها ايه? كاربل بونز او كاربلز. وبعد كده العظم اللي هنا كده لتاع راحة اليد بيسموها ميتا كاربلز. وبعد كده فالنجيس اللي هي العقل. يبقى كاربل متا كاربل فالنجيس. التلاتة عبارة عن هاند. تمام? تعال اننروح بقى واحدة واحدة. اول واحدة الارم اللي هو الارم. ده عبارة عن عظمة الهيومرس. وده اللي الارم بتاعها بيستقر جوه الجيلونيت كافيتي بتاع الاسكابيلة عشان يعمل ايه عشان يعمل الشوردر جوينت خلاص يبقى دي كده الهيومرس الماشي وبرضه بتتصل مع اللور ارم مع العظمتين اللي موجودة تحت الريديس والقلمة نيجي بقى لللور ارم اللور ارم الريديس والقلمة الريديس بصة شباب هي العظمة المقابلة للصباع الابهاب الصباع الكبير بصة كده انا عملت ايدي بالمنظر والله العظيم يقول الحق ده صباع الثمب اهو في عندي عظمتين جنب بعض كده العظمة اللي ماشي مع صباع الثمب ده دي الريديس الوقفة التشريحية الوضع التشريحي الانساني اللي هو الاناتوميكال بوزيشن يبقى عامل كده كده بالمنظر ده يبقى دي البالم دي لقدام معايا فهي بده يقول لك ايه هي العظمة الخارجية الاوتر انما الانرديمين بيبقى لنا خلاص شفت الروباط بتاع تيشيرت قديه بقعد اشدي فيه كده واحد بص بريستيج وخالص ضع لبريستيج خلاص يا شباب يبقى ده الريديس بتبقى برة بتبقى اصغر طبعا من الالنا شوية دي اول حاجة والحاجة التانية كان روتايت تقدر تلف الراوند الفيكسد النا معايا كان روتايت بتقدر تلف الراوند الفيكسد مش عارف انا ازاي تلف دي خليك تبص عليها بص يا حبايب قلبي يا دنيلة بص كده لو انا سنتي ايدي كان دي حيطة خلاص انا سنت عليها بص ده بتعمل ازاي بص قدر على الفيكسد كده وكده كده وكده كده وكده بس من اللي بيلف في واحدة سابتة والتانية بتلف حواليها من السابتة الالنا ومن اللي بتلف حواليها الريديس في الريديس كان روتايت تلف في حلقة سيمي سيركيلر نصف دائرية اما الالنا ما لها يا دكتور قالك ساعتك بيبقى ليها الابر اند الابر اند بتاعتها بيبقى فيها دي بريشان تبقى عاملة كده الدي بريشان ده بيدخل جوة جوة القورة كده بتاع عظمة مين الهيومرس تمام يبقى هذا دي بريشان بيبقى فيه الانر بروجيكشن بتاع الهيومرس خلاص بيفت يبدأ يمسك فيه عشان يعمل الالبو مفصل الكوع خلاص يا شباب ده كده ريديس والقلم طبعا بيقول لي هنا ملحوظة شفت بقى عمر كان بيسأل عن نيرفو ازاي بيعمل قلم يقول لك لو الكوع بتاعك اتخبط تلاقي صباعك بصك يا شباب تلاقي خصوصا الصباع الصغير ونص الصباع التاني ده خلاص تلاقيهم نملوا حصل فيهم تنجلينج ده ده الديستريبيوشن اللي بيغزيه القلنر نيرف اللي ماشي وراء القلنر يقول لي you know why this area is named او نيك نيم سامناه فاني بون ليه بقى لانه كل ما تخبط على الكوع تتكهرب على طول you have just struck لما تخبط القلنر نيرف يبدأ اللي بيبدأ يروح يغزي مين ماشي بطول القلب وكله تلاقي طبعا من اول الكوع اللي حاد صابع كده بتاع ايديك يمشي فيها كهرباء بتنميل عرفت يا عمر اه اوكي اخر حاجة بقى كده تكلمنا على الارم والفور ارم والفور ارم هو هو عبارة عن مين يا مريم اللور ارم طيب الهند بقى تلات حاجات رست والبالم اللي هي راحة اليد والديجيتس الصوابع الريست اسمها كاربلز والهند بالم اسمها ميتا كاربلز والديجيتس اللي هي الفلنجيس طيب الرست عبارة عن ثمن عضميات مترتبة انتوروس في صفين واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة ادي كده الرست ماسك من هنا كده عضمة الريدياس بالمنظر ده خلاص كده ده رسم كلابك على طول وماسكة وماسكة هنا مع عضمة مين القل تمام اها ادي القل بالمنظر ده كده هون تمام يبقى عندها صفين ماسكة سببيري لي من فوق ادي سببيريور ودي انفيريور سببيريور لي من فوق ماسكة مع الريدياس القل يا شباب مش بتلتحم معهم الريدياس بس ومن تحت ماسكة مع الخمسة ميتا كاربنز الكاربنز بيد ايه ميتا كاربنز تمام يبقى انا لو مزلت الهند الهند بالم وراحة اليد ده هم العظام دي خمسة دي بتبقى عظم صغير ثين بون زرفيعة كده بنسميه ميتا كاربنز بيدبعوا فول ودباي الديجيتس خمس صابع كل اصباع من الخمسة فيه تلاتة فلانجيس ثلاث عقل في الصباع الصغير اللي هو الليتل فنجر وبعد كده الرينج فنجر وبعد كده الميدل فنجر كل واحد تلاتة وبعد كده الاندكس السبابة اما الابهام الثم بيبقى اتنين بس فيبقى عدد الفلانجيس تلاتة انا فاربع سبع باتناشر واتنين اربعتاشر بعندي اربعتاشر فلانجيس ليه لان الثم بعمده اثنين اتمنى كنت فاهمت دكتور هو اللادياس مش بيتصل بالهيوميرس بيتصل تمام طب هو انا مش فاهمة ازاي ان اللادياس بيتحرك والقلنة سابق يعني ما هو يعني حسن الاتنين بتحركوا عادي لأ القلنة بتتحرك لما تلف على الهيوميرس انما الاتنين مقارنة ببعض شفت حركة ده لما كنت بعملها كان ريدياس هي اللي بتتحرك بس بتيجي نشوف بص كده الحركة بتاعتها اهي لما يثبت القلنة بقى لما يثبت القلنة يحرك ريدياس عم عب سميع وقع شفت ثبت القلنة يحرك ريدياس الله الله وجيه بقى ثبت ريدياس ما عرفش يحرك عشان مفروض ريدياس اصغر متقلنة ايوه هي ادخن منها ولكن في الطول اقصر يعني المفروض اصغر ايوه اصغر انا لو جبتلك العظم حقيقي على فكرة انت دلوقتي شايف ايه اللي زهر قدامك عشان بس ابقى عارف البيدي اف اصلا كان ظهر في الفيديو ان الريدياس اللي عمالي حركة لا لا بس عشان انت مش شايف الابعاد التلاتة بص كده اللي ابرو لك ده وعايزك ايه يعني تقارن عن حب خلاص بص كده معي ايه رأيك في الاتنين دول مين العظم الاكبر العظم واحد ولا اتنين ها اه اتنين اتنين دي صح دي دي القلنة تمام كده انت طبعا كنت شايف الحتة دي بس من الفيديو بس كده تعال نروح بقى الورق بتاعنا خلصنا الطرف العلوي تعال اروح بقى ليه الطرف السفل انا عايز اقول لكم انتو عبقر ليه بقى في لغات ياخدوا القبر الجردل اللي فوق باللمب بتاعه الجردل يا لهو يا دكتور على اسماء يا لهو مش اه لا كفاية كده بريك بخ خلصة الحسة يا دكتور لا لا عظيم انتو حوش ده انا بقعد اقول لهم ستم يا خوار ماشي عنديش اللي ستم طيب قد سماعي يقول لي ايه الوظائف بتاع البيكتور الجردل الاساس فيه بيكونيكت الابر لمب بالترانك اللي هو جزع الجسم يا جماعة اللي هو السدر والبطن والحوض التلات مناطق على بعض اسمهم ترانك الحوض طيب ايه بقى العيوب بتاع الموفمينت فليكسبيلتي يعني احنا الابر لمب بيتميز ان هو مثلا الشولدر تمام بقدر احركه كده بقدر احركه كده بقدر احركه كده 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 وكده كده وكده فيه فليكسبيلتي صح هذه الفليكسبيلتي لو جينا بصينا عليها خلاص ما لها بقى يا دكتور قال لي برغم ان هي حلوة بتخلينا تحرك اللي انها عيب لانها بتؤدي الى تؤدي شوية عدم استقرار ممكن لو واحد فولي نيور ارم واقع على دراعه او انت وقعت على دراعك ممكن يحصل لك يتخلع صح او يحصل في الكلافيكل ماشي يحصل فيها شرخ ولا حاجة الكلافيكل بقى اكتر العظام اللي في الابر لمب معارضة انها تتكسر الكلافيكل تمام بسبب التويستنج اللي موجودة في شكلها ملوية كده شوية طيب قال لك بقى بص الحتة اللي جايه عشان مهمة جدا مهمة عشان ياولاد لما تعرفوا المرات اللي جاية لما ماعملكمش ورقة كتير تبقى تعذروني طبعا انا قريت الحتة دي ويعني هتلكك بيها عليكم بصوا كده عليك بيقول لك ايه رأيك ان الواحد لو قعد يعمل repitative motions يعني قعد يتحرك حركة يحرك صابع بشكل متكرر نفس الحركة كتير 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 زي ايه مثلا قال لك واحد بيعمل too much of one kind of motion حركة واحدة بيعملها بشكل متكرر يعني performing the same task over and over ايه لا يحصل ده بيؤدي الى repetitive stress syndrome السندروم دي قال لك تعالى ناخد مثال الناس مثلا الشباب اللي بتوعد على الكوميتر تيكتبت كتير 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 كل شغلانتها كده دي فيها مشكلة ليه بقى لان بيستخدم يدي بشكل متكرر repetitive stress بيعملها على الادين ده يؤدي بعد كده لو احنا بصنا في الرسمة العادي كده شباب المفروض ان الصوابع دي بيروح لها tendons اوطار واعصاب اللي هي الصفرة دي كده خلاص كده وهنا دي عبارة عن حاجة اسمها carbal tunnel tunnel زي قناة بيعدي من تحتها اللجم ال tendons الاوطار والاعصاب الكتابة الكتير او حركة الادين الكتيرة مثلا واحد typing on the keyboard بيكتم على الكيبورد كتير جدا ساعتها ال carbal tunnel دي بيحصل فيها تضخم وتورم ولما تورم تضغط على اللي تحتها ويبتدي الانسان يشتكي من تنميل في ايديه عشان خطر الصوابع والام في ايديه وكهرباء في ايديه بيسموها carbal tunnel syndrome اسمها carbal tunnel syndrome مشهورة كتير جدا وبيقولنا بتوع الجراحة بنعمل لهم عملية تسليك تمام عشان نبدأ نريح البرشور اللي موجود نتيجة الضغط اللي على الاعصاب ده شفتوا بقى يا ولان عشان لانا ما قدرش اكتب كتير عشان ما حصل ليش كده خلاص تفقنا طيب يبقى انا carbal tunnel syndrome هي condition often مشي often due to تحصل سبيل ريبطة تايبينج ون اتا كمبيوتر كيبر ده ما كتابش حاجة كتاب اللي كاتبه يا ولاد عشان ما تقعدش تقولي انت ما عملش لقى لي يا دكتور خلاص ليه بقى عشان خاطر يا ولاد ما اجريش تقولي ولا انتوا عايزيني جيلي لا لا عايزيني جيلي قولولي يا ولاد معاك يا دكتور لا عايزيني جيلي carbal tunnel قولولي لا لا سلام طيب الستراكتشر بقى بتاع carbal tunnel قال لي بتلاني carbal bone متع الرست ممسكين مع بعض بشيس فين carbal bones اهو التامن العظمات دول ممسكين مع بعض كده بشيس الشيس ده بيعدي من تحته خلاص العصاب والblood visal والتندون اللي رايحة للهند والفينجرز بتبص خلال الشيس ده طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل carbal tunnel syndrome overuse للفينجرز والهند تستخدمهم كتير جدا فده يؤدي الى swelling and inflammation في التندون معايا طيب والشيس على فكرة برضو فيضغطوا على الاعصاب طيب ايه العراض اللي اشترك منها العيان اللي بيصاب لاي الهند وبالتالي يا عمر هيبتدي يحس ببين ده والحاجة وتنجل انج تنميل ونمنس تمام شكشكة وتنميل في الريف في رست والهند طيب العلاج لو الموضوع عنده ميلد بسيط يستجيب يرتاح يبطل كتاب على الكيبر ده فترة وياخد مسكنات قلم يخف بقى زي الفل لو الحالة سيفير شديدة لا لازم نعرجها سيرجرز ده لو متنطط وتشعبط في سلك الكهرباء مش هيخف لازم جراحة تمام الحمد لله تعافينا مما بتلقى بيه كثيرة من الناس طيب تعال نشوف بقى الصفحة التانية اللوارلمب بالجردل بتاعه الجردل اللي تحت اسمه بيلف الجردل حزام الحوضي وده بيبعبارة عن اتنين كوكسالبون اللي هو الكوكسالبون دي سموها كوكسيكس والكوكسالبون دي سموها كوكسيكس تمام اتنين بالمنظر ده خلاص فيه فيه النور بس ده على حسب الجراحة نفعت ولا لأ يعني فيها فيها بصي يعني شوي كلام كتير او بس مش عليكم يعني عشان عايزين قدامنا لسة ست صفحات ممكن لو حد الشباب عايز اتعمق في حاجة رحي عايز اسأل عليها او طبية ممكن عادي يسألني بعدها يبقى الحصة على طول تمام يبقى البيلف الجردل عبارة عن اتنين كوكسيكس واحد اتنين الاتنين دول عبارة عن two identical health fused ملتحمين من قدام او متصرين مع بعض من قدام فين بقى اهو يا شباب اهو قادي الكوكسيكس ده تمام ملتحم من قدام مع ده في مين بقى في الحتة الغضروفية اللي في النص الحمرة اللي انا ايه امقتها احمر دي الحتة الحمرة دي سموها بيوبك سيمفسيس او سيمفسيس بيوبس كل هف يوم يعني النص ده بس الواحده كده عبارة عن ثلاثة عظميات تمام ايه بقى الثلاثة عظميات يسموهم كده العظمة دي خلاص اسمها اليوم وده يا جماعة من وراء اللي بيبقى عليها العضلة اللي احنا بناخد فيها الحق انا يقول لك انا عايز اخد الحقنة في الالية اللي هي العضلة اللي على الاليوم تمام عندي الاليوم وبعد كده قدام هنا البيوبس وتحت هنا كده الاسكيام الاسكيام ده شباب اللي احنا بنقعد عليه لما انا بيقعد بيبقى سند على الحتة دي الاسكيام خلاص وهنا كده البيوبس يسموها كده الحرقوفة الظهرية والورك سوري والورك اللي هي الاسكيام والعانة تمام العانة اللي بيطلع هنا عندها ايه الهير شعر العانة تمام يقول لي هنا بقى البون دي بص بقى البون دي كده. الإليام دي بتبقى دورسل. يعني احنا لو بصينا على الرسمة سري دي. انا بقى شايفين دي بصة نحية وراء. تمام دورسل بون. بتلتحم هذه الدورسل بون. الإليام دي من قدام مع واحدة ومن وراء مع واحدة. من قدام من هنا مع البيوبس عضمة العينة. ومن وراء مع هنا مع الاسكيام. اسمها ايه اسكيام. مش اسشيام. لا هي كي. اسكيام. عضمة الورج. طيب. لقينا بقى ان التلات عضميات دون يا شباب. ملتحمين مع بعض. اللي هم إليام واسكيام وبيوبس. ويتعدوا كوانبون عضمة واحدة. طيب. لو احنا بقى بصينا في الهب كلها على بعض اسمها هبون أو كوكسيكس. لو بصينا عليها اللاقي في حفرة عميقة قوي هنا. حفرة دي اسمها اسيتابيلان. اسمها ايه اسيتابيلان. اه انت فوق بص من فوق كده. تمام؟ دي اسمها اسيتابيلان. الاسيتابيلان دي اللي بيدخل فيها الراس بطاع عضمة الايه الفاخد بالمنظر ده. ايه دي عضمة الفاخد تدخل كده. عشان تعمل لي هنا مفصل ايه؟ مفصل الورك. تمام؟ اللي هو الهبت جايند. يبقى هنا جوه الاسيتابيلان. اسمه اسيتابيلان. ماشي معايا انجي. بيبدأ يستقر جوه الرأس بتاع عضمة الايه الفاخد. عشان يبدأ يعمل لي الهبت جايند. زي ما فوق الهيد اوف يومرس. استقر جوه الجلينويت كافيتي. وعملت للشولدر جايند. اه هنا برضو يستقر الهيد اوف فيمر جوه الاسيتابيلان. عشان يعمل الهبت جايند. خلصنا من ده. تعال نروح للور لمب. زي ما خدنا القبر زي اللور. هيبقى فيه الفاخد اسمه ثاي. والساق اسمه شانك بونز. وتحت خالص الفوت. وفيه في النصف زيادة حاجة اسمها باتلة. طيب. اللور لمب يا شباب أول عدمة فيه الفيمر. اللي هي عدمة الفخد اللي فوق دي كده. تمام؟ دي كده عدمة مين؟ الفيمر يا شباب. عظيم. طيب. بعد كده. الفيمر دي سموها ثايبون. سموها ايه؟ ثايبون اللي هي عدمة الفخد. دي أطولهم وأقواهم. The longest and the strongest. تمام؟ أطول وأكبر. أقوى وأطول عظمة في جسم الإنسان. وليها اتنين processes at its lower end. أهو. process هنا وprocess هنا. process معناها bruise. أدي bruise وأدي bruise من تحت. تمام؟ عشان يarticulate يتمفصل. الفرحة كنت تسأل. يتمفصل لو مش فاكر مين؟ يتمفصل مع الشانك بونز. مين الشانك بونز؟ اللي هي التابية. أهي. طب هل؟ هل الفيمر بترتبط مع الفيبي؟ لا. فوق في القبر لمب. وإحنا بنعمل القلب وريدياس وقالنا اللي اتنين المتصلين بالإيه بالإيومرس. أما تحت التابية هي بس المتصلة بالفيمر. ويعمله مع بعض knee joint مفصل إيه الرجبة. تمام؟ الشانك بونز عظمة كبيرة. اسمها تابية بتبقى نحية التاخل. يبقى التابية بتبقى التاخلية. نحية التاخل. تمام؟ بتبقى inner. وبتبقى التخينة. يبقى نحية التاخل وبتبقى التخينة. تمام؟ أما الفيبلة دي الأوتر. وبتبقى رفيعة ثن. أوتر ثن بون. طيب. بعد كده قال لي فيه عظمة يا شباب اسمها knee cap. الطائية اللي لابساها الرجبة. خلاص؟ أو يسموها بتلة. اسمها إيه؟ بتلة. طبعا يا شباب لازم تكونوا عارفين إن اسموها كده لأن فيه واحدة خواجاية شافت العظمة دي بطلة. بطلة ليه؟ عشان بتحمي الرجبة. قالت عليها أنت بتلة. فسموها بتلة. طبعا بزيت عليكم. تمام يا شباب؟ خلي بالك أنا بقلش كتير وأنتم مش بتتحكوا ده وحش على ساعدكم. نشي؟ أشغلها أقلش تاني أنت حرين. نضحك نفتح الماييكات وندحك. بلاش تضحك من وراء المايك ده خباسة. النيكاب الصراحة يا أولاد هو بيقول لي أحيانا أن هي سمور راوندد وأحيانا أن شابها نيات راينجلر مش هتفرق معنا مش هنحضر مش هستر في شكلها وبتغطي نيات جوينت من قدام عشان تعمل لها بروتيكشن حلم اللي هي الولاد بيسموها باللغة العربية العمية صابونة الرجل الصابونة طيب بعد كده الفوت الرجلين بقى اللي هو القدم من تحت الرجلين دي فيها ثلاث حاجات أنكل اللي هو عبارة عن بص بق اللي هو مقابل للرست من فوق تمام بالضبط يا عبد الرحمن دي بقولوا عليها تبع سسموية بور بالضبط عاملة زي السمسمة تمام يبقى أول حاجة في الفوت أنكل اللي هو مقابل فوق اليمين للرست والرست كان معمول من كاربر يبقى ده معمول من تارسل بس الرست كان ثمان عضميات ده معمول من سبعة تمام يسموهم تارسل يبقى ايه سبعة تارسل وأكبر واحدة بس كلهم بقى مش نفس الحجم بس أكبر واحدة فيهم تبقى موجودة نحية الباك اللي بتعمل كعب الرجلين تبقى عاملة كده تمام بترتبين بقى سبعة بالمنظر ده زي ما هم بيرسموهم خلاص طيب وأكبر واحدة فيهم هي اللي وراء اللي بتعمل للهيل الهيل اللي هو كعب الرجلين حتى البنات تقول لك أنا هلبس إن شاء الله فستنسوريو هيلز هيلز اللي هي ايه كعب طيب الميتة تارسل يبقى تارسل ميتة تارسل زي ما كان فوق كاربل ميتة كاربل هنا تارسل ميتة تارسل والميتة تارسل ده الخامسة زي ما فوق كانوا خامسة والفيعين زي فوق كانوا فريعين ووراهم يبقى فيه الديجيتز بس الصابع بتاع الإيدين اسمها فينجرز أما الصابع بتاع الرجلين اسمها توز ليه لأنها بتتوس على الأرض شايد شايد خفيف تمام التوس دول خمسة كل واحد فيهم ثلاثة معدد الصبع الكبير اللي نحي الجوه لو أنا لسمت الصابع كده كل صبع من الصابع اللي أربعة دول فيه ثلاثة سلميات ثلاثة فلانجيس بالمنظر ده كل واحد فيه ثلاثة معدد الصبع الكبير ده فيه اتنين بس خيل بقى يبقى معدد الصبع الكبير يبقى فيه فلانجيس حتى الصغر خالص حتى الصغر خالص ثلاثة يوضع صرف أصغر خلوه حلو جدا فوق ضد اي جرافتي اتنين يحمي الأعضاء الداخلية زي مثلا المثانا ثلاثة بيبقى مكان من تعرج لين ما احنا قلنا الاسيتابيلا بيمسك فيه الهيد أو فيمر تمام اللي بتعمل لعظمة الفخد وده تمام طيب هل يا دكتور فيه فرق ما بين الحوض عظم الحوض بتعمله فيميل أو بتاع الفيميل أوسع بتاع الميل أدية ليه بقى عشان بتاع الفيميل يسمح ب عشان راس البي بتعدي بسلام لحظة الولادة ولو جينا بصينا ايه اللي بيخلي فيه اختلافات بالمنظر ده ما بين الميل والفيميل هرمونز لحد ما العيال ولده البت يبلغه يوصلوا سن الادل تود اللي اتنين حوضهم زي بعض لما بيشتغل عليه هرمونات بعد ما البنت بتبلغ هي اللي بتخلي اللحوض اوسع بالمنظر ده كده تمام ايه طيب الله نسيت ازوء الرقم ده جوه كده ازوء قبل ما انتي كن المرأة تعال باناخد انواع للجوينز شوف جداول رهيبة رهيبة يا دكتور فيبرس جوينز وكرتليجيناس جوينز طبعا الجوينز يا شباب والتقاء عظمتين يعني بقى عندي عظمة بالمنظر ده وعظمة بالمنظر ده الالتقاء بتاع العظمتين اسمه articulation هو هو الجوينز هو contact between two bones والاثنين bones نسبتهم على بعض بال ligaments وال tendons بالاربطة والاوطار انواع الجوينز لو احنا بصينا هنا كده يا هاجر يقول لي انهم تلاتة في مفاصل ليفية و مفاصل غدروفية و مفاصل زولالية مهم اوي ان احنا بنحفظ الحاجات بالعربي برضو عشان مايجا كلم patient يجي للعيادة عدش يقول لاز انت يا حج بتاعك مش لطيف يقول لي يعني 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 عالش يا حج ما خدتاش في الكلاس بالعربي يعني يعني يقول الموفمينت تتحرك ازاي والإجزامبر زي امثلة عليها والرسم طيب الفايبرس جوينت واسمع الكلام ده عشان فيه كلام مهم جدا ده بتلاقي ان الجوينت بتبقى عظام العظام ده شباب بتبقى مربوطة مع بعض بفايبرس تيشو نسيج ليفي بس ينفع يتحرك و يتضغط على بعض طيب النسيج اللي في ده مش صلب قوي بس ممسيكم في بعض ولما يكبر الانسان باي ايجينج هزي الفايبرس تيشو يتحول الى بوني تيشو يتحول لعض ويحصل ما يسمى بالتعظم أو لسوفيكيشن عشان كده يا شباب الطفل قوي ما بيتولد بيبقى عنده حفرة هنا كده عضمة مكان التقاء كزا عضمة حتة هنا طرية وحتة وراء طرية يسموها حاجة اسمها فونتانيل اسمها ايه فونتانيل الجامع فونتانيل اتنين انتيرو بستيريور دول بيبقى موجودين في الطفل لحظة الولادة سبحان الله ويقفلوا بعد ست شهور وسنة ونص واحدة تقفل بعد ست شهور واحدة تقفل بعد سنة ونص طيب ليه بقى عضم الطفل ده برغم ان ماسك بيه فايبراستيشو الا ان لحظة الولادة بيبقى لازم يبقى فايبراستيشو مش بون يعني يبقى بون لما يكبر ليه بقى عشان خاطر الطفل ده هو بينزل من الحوض والفاجاينة بتاع الست بيبقى الدنيا ديقة عليه فمحتاج ان راسه تعرف تترك يعني تلاقي عضم يركب على بعضه يعمل بالمنظر ده بصد كده يركب هو كان كده يبدأ يعمل يعمل كده عشان خاطر يقلل الصيز على الشوية عشان تقدر تعدي تمام شاخل يا حبيب عشان تعدي طيب حلو وبعد كده تولد يبقى زي الفن طيب في حاجة كمان ما يقفلش بدري بدري ليه عشان الطفل بيكبر ويتحول اللي بوني بعدين طيب الفايبرس يا شباب ما بتخليش الطبيعي ان المفصل يتحرق يعني هل مثلا عضم ده ممكن يتحرق يعني هل ممكن مثلا ألاقي عضم راسي ده كده بيرقص لا طبعا مستحيل ليه لانه ما بيتحركش طيب حد بيسأل سؤال بيقول هو ده ممكن يأثر على شكل الاسكال طبعا طبعا بس ما بيتحركش بعد ما بقى بوني خلاص ما بيتحركش بعدها آه طبعا وحتى يابني وإحنا صغيرين ما بيتحركش يعني كلمة بيتحرك معناها ان أعمل كده ده بيتحرك انما هي مثلا بتتمدد معنى مور ده ليس حركة حتى وفايبرس حتى وفايبرس ده ما اعتبرش موفمينت الموفمينت والحركة وكده ما بيتحركش وقابل التمدد بس بيكسباند الامثلة اللي بتبدأ تخلي البونس على الاسكالة تلتحم مع بعض عشان كده يا شباب يقول لي الحتة دي كده بعملة زي الخيوط زي الخيوط يسموها سريتد اندس اسمه ايه او سريتد بونس سريتد بونس شرم تمام جاية من اسمها عضلة موجودة في السدر قدام اسمها سريتس انتيريور عضمة منشارية منشار شرم طيب ده اول واحد التاني اسمه كارتليجينس ده يبقى بيوصل ما بين عضمتين جمب بعد ما بينهم غضروف واشهر مثال بتاع الفقرات العمود الفقري فقرة مع فقرة ما بينها غضروف يبقى التقاء عضمتين مع بعض عن طريق غضروف ده بنسميه كارتليجينس مفاصل غضروفين ودي بيبقى لها بتتحرك شوية ومحدودة جدا ليه عشان ما يسمش ظهر ونصين الناس اللي بتلعب مصرعة لما يبدأ يشيل الواحد فوق قوي كده بص كده يشيله كده ويجي هب بنزل عليه كده ليه بيموت لانه بيبدأ يقطع يكسر العمود الفقري يقطع الحبل الشوكي الطبيعي ان العمود الفقري ما يتحرك ش حركة كبيرة يبقى محدودة عشان ما يقطعش طب ليه محدودة بالكارتليج طيب ثالث واحد السينوفيال المفاصل الزولالية ده بقى لها تركيب مهم جدا لازم نفهمه يا دكتور ايه بقى التركيب بتاعها ادي يا شباب مثلا ده كده العظمة بتاع اللور اندوف فيمر او اي عظمة تمام وده العظمة اللي تحتها تبدأ تركب عليها بالمنظر ده نلاقي بقى ان بر خالص بيبقى فيه كابسول حلوي جدا وبعد كده وبعد كده من جوه شوية بيبقى فيه حاجة اسمها سينوفيال ممبرين اسمه سينوفيال ممبرين ولاف او غشاء زلالي السينوفيال بيفرس في لود في الحتة دي اللي هو السائل لما حد بي عنده خشون يقول له انت حصل نشفان حصل جفاف السائل اللي موجود في المفصل السائل ده يا شباب بيبقى سائل كده مزيت مدهن بيزحلق العظمتين على بعض طبعا العظم يا شباب بيبقى شعليان كده بيبقى متغطي بغضروف من هنا بالمنظر ده ويبقى متغطي برضو بغضروف من هنا بالمنظر ده ها تمام كده تمام يا دكتور زي العسر رسمك زي العسر شكرا يا حبيب قلبي شكرا اغني يا وردت على نفسي تمام كده يبقى اللجوة ده اسمه سينوفيا الفلاود وده اسمه سينوفيا الممبرين وده اسمه كابسول وده عبارة عن كارتلج حل حلو جدا فكرة الفلاود ده شباب ان العظم ده لما يبدأ يضغط كده العظم ما يخبطش في بعضه السائل يمتص الصدمة يبقى اول حاجة معظم المفاصل بتاع جسمي من هذا النوع معظم المفاصل تمام من انهي نوع من ده بيريبريزنت مصطوف بادي جوينز اتنين فليكسبل مارن عشان فيه فلاودز ويتحمل بيريشوكس الصدمات او الترومة الخبطان ويسمح بالموفمنت بسهولة لان اول حاجة نهاية كل بون كانت متغطية بغضروف والغضروف ده بيبقى حاجة كده ايه سموس نعمة تتزحلق مش كده وبس ده فيه كمان فليوت الفليوت ده بيساعد على بتاعه مع البعض يزحلقه مع البعض جم قسموا بقى يا شباب اللي جوينز السينوفيال لنوعين نوع بيبقى ونوع بيبقى ونوع بيبقى يعني ده اوسع شوية في الحركة بتاعته تمام كده تمام جدا يا دكتور اوكي بعد كده يقول لي والله الليميتد موفن ده يسموها اسم تاني اسمها هنج وهنج ده معناها عاملة زي مش هندي يا شباب هنج وهنج ده معناها عاملة زي المفصلة عارفين المفصلة بتاع الباب اه يا دكتور عارفين اهي بس كده اهي زي كده هنج تمام زي المفصلة بصوا على المفصلات بتاع الباب زيها بالزمد تمام الهنج الدجوينت اشهروا من واحد في ايديا واحد في رجلية اللي في ايديا هو القلب والقوع والفرجلية الركبة اللي هو المفصل اللي في نص الجسم يرة تركزينها تفكام الجروب وفيه مفصل تاني اللي هو البول انسوكت اللي هو عامل زي الحق والقورة زي اللي بيانا عندك في الرسمة ده او حق كده ومشي عميق ومسك فيه كورة زي الهبت جوينت مفصل الورك والشولدر مفصل ليه الكتف طيب لو قال لي بقى الهنج الدجوينت ده تتحرك انوان بلين في اتجاه واحد اهو ازاي يعني في اتجاه واحد تعالان شوف بص كده انا مسلك على ادية وزيها لرقبتي ادية بص كده تتني وتفرج هلا قدر عاملها يمين وشمال لا اللي بيرف كده وكده هو اللي بتحرك انما لو ثبتت الشولدر ينفع لا ما ينفعش هوادي بتحرك انوان بلين اهو كده خلاص ايه بالمنظر ده كده اشعارف انا افورت اوي يا شباب افورت انا جعان اوي طيب يبقى هنا الهنج اللو limited movement in one plane عشان كده limited اما البول انسوكي تحرك 360 درج شايف الاتجاهات كلها لف من وشمال وفوق وتحت هيصة تمام تمام جدا يا دكتور تعال نشوف بقى اسماء الحركات اللي بيعملها الانسان بص شباب يلا مع بعض اول صورة الست دي تلعب بالاي لو بقى بص ده مركز الجسم في النص كده لو بعدت ايديها اسمها اب دكشن لو قربت اسمها اد دكشن في تلك الاد يقرب يضيف اد دكشن يضيف يعني يقرب اما اه بيبعد برضو رجليها ادي المنتصف لو بعدت رجليها اب دكشن لو قربتها اد دكشن تمام يا شباب تمام جدا ناخد اللي بعده الرجل ده بيعمل ايه بيلف ادي ورجليه خلاص بيعمل حاجة اسمها روتاشن بيلف خلاص طيب الروتيشن اهو يعمل روتاشن ادي تمام ايه هو الروتيشن قال لك عبارة عن موفمت افا بادي بارت اروند اتس اوين اكسز يعني هو بص شباب كده بص هو مثبت رجليه في الوضع ده وبيلفها اي من وشمال في تثبتها معايا طيب فيه حاجة اسمها سيلكم دكشن وان احنا نحرك الليمب تمام يحرك الليمب ازاي يجيب ايديه حركة كده كده معايا طيب الروتيشن والروتيشن بصة شباب ايديه كده الاخسز بتاعها ثابت عمال اعمل كده وكده اسمها روتيشن بحرك الروند الاخسز مثبتها طيب لو عدت اعمل كده اسمها تمام كده اسمها روتيشن كده اسمها سير كندوكشن هتمنى نكون تفهم وحضرت النهارده عن طريق مفروض تتخل راسه هتجنس حل سلوان نعم اسحي اعم صحيح اوكي اسحي تاني بص بقى الراجل ده راسه لو ميلها لقدام فليكشن رجعها الورا بص كده بص كده انا راسي كده مفروضة لو ميلت لقدام فليكشن عملتها كده قوية طب رجعتها الورا قوي اسمها هايبر اكستينشن انا وانا قاعد كده مفروضة قدام كده بص عظيم طب بعد كده الادين يتنيها فليكشن يفردها اكستينشن الراجلين يتنيها الورا بص يفردها كده تمام هي اصلها كده لو حال يفرد اقوي اسمها هايبر طبعا شاعد يقول لك بقى قوي بالكلام ده استبقى عارف كده وفايا مشطور اليدين بص كده بتعمل حاجة اسمها برونيشن وسباينيشن اسمها ايه برونيشن وسباينيشن ازاي بص كده لو انا كافة ايدي الفوق كده اسمها سوباينيشن لو انا كده برونيشن طب هل في كافة يديت بس لا حتى وانت نايم لما تنام على ظهرك وشك بصص لفوق للسقف اسمها السوباينيشن ولو انت نايم على باطنك تمام يبقى اسمها برونيشن يبقى بتنام على باطنك تمام الحمد لله الحمد لله طيب في بقى شوية حاجات لازم تكون عارفة على تركيب الجاينت الساينوفيال بالزاد ايه بقى ان في حاجة اسمها مينسكاي وفرادها مينسكس افرادها ايه مينسكس تمام وفي حاجة اسمها بيرسا جامعها بيرسي نشيل الايه الايه تبقى مفرد تحط الايه تبقى جامع وفيه لجامنس اربطة وتندونز اوتار طيب دول ايه بقى يا دكتور تعالى نبدأ بالمينسكاي المينسكاي دي عبارة عن ديسكات صغيرة على كل جانب من الركبة فين دي يا دكتور عايزك تركز كده اتباح لقى عينيك وخدناها المرة اللي فاتت شايف الحتة الحفرة دي اسمها مينسكس دي كده اسمها مينسكس صعب الكلام؟ طيب يبقى ده منسكس عبارة عن ديسكات صغيرة كده بيتسند عليها النهايات بتعمين بتاع الفيمر عشان تقلل ترديوس الفريكشن او الاحتكاك طيب فيه بقى حاجة اسمها بيرسي طبعا مش باينة في الرسمة البرسي دي شباب حاجة عاملة زي المخداد الكياس مية تمام عاملة زي المخدى عارف انت كده بص يا خد دي طرية جدا تمام هننام كده يبقى البرسي دي عبارة عن مخداد طبعا مش باينة في الرسمة يبتبقى حاجات كده بالزبط عاملة زي المخدى طرية قوي يتسند عليها للجوينت عشان يقلل برضو قوى الاحتكاك ويقول لي for additional cushioning بيعمل زي وسادات او مخدات زيادة سبحان الله طيب وفيه بعد كده ligaments اربطة والاربطة دي يا شباب بصوا بقى عندي ligament رباط لو دي بون ودي بون اللي يربط بون ببون ligament طبع عندي هنا مصر اللي يربط مصر ببون تندن يبقى ligament بون ببون التندن بون بمصر حل؟ اشهر ligament موجودة عندي في جسمي هي الاربطة بتاع الرجلين الروباط الصليبي عارفين لو احصل له قطع في الروباط الصليبي؟ الروباط الصليبي ده بيسموه crushed ligaments تمام ده موجود في الرجبة سموه صليبي ليه؟ لان فيه واحد بيبقى قدام وفيه واحد بيبقى وراء فعملين مع بعض زي الصليبي تمام كده؟ فسموه رباط صليبي anterior posterior crochet ligaments ودول بقى فايدتهم ان هم بيوصلوا التبية بالفيمر تمام؟ التبية بمين؟ بالفيمر وطبعا فيه واحد من بره كده او من سوري من جو اسمه medial collateral ligament يبقى خدوا معلومة ليكم التبية بتتثبت بالفيمر بثلاثة اربطة منهم يا مريم واحد anterior crochet ligament اثنين posterior crochet ligament ثلاثة medial collateral ligament طيب الفيبرة بتثبت بالفيمر بواحد بس اسمولاترال collateral ligament تمام يا شباب؟ طيب يقولي anterior crochet ligament الروباط الصليبي الامامي احيانا بيحصل له injury لما نيب بتاعتي is head with a great force from the side لو تلوت تمام كده؟ لو تلوت او اتخبطت من الجنب جامد لو واحد رجليه خليت منه ولا حاجة تمام؟ طبعا بتحصل اكتر التربية بتوعية تربية رياضية عايز اقول لكم كده الشهر اللي فات انا كنت انتياز عظم تباعد بقى في العيادة كتير جدا يا لهوي كل يوم عشر عيال متوعية تربية رياضية يدخلوا لنا متخيل المفاييون مثلا فيها عدد قليل من الطلبة في الدفع الواحدة كل يوم يجي لك عشرة كده مش عارف اصطينا عندي قطع لباط صليبي مش عارف عندي يلعبوا كده ويفضلوا يقرفون بقى شغلين العيادة بقى على قدهم بقى يلا معا ألف سلام عليهم يا جماعة وبناش فيه معا فيه معا في كل الناس مهزر انا عمي حصل ده وقطع لرباط الصليبي لا 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 ما عصدش ابن عمك انا ما عصدش ابن عمي 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 عمك؟ لا بتحصل عارفك يا بتحصل ناس كتير جدا معظم الناس اللي بتلعب كلها حصل لها وبعد كده اللي هي حصل ده لازم يعمل عملية ليه بقى؟ لانه الرباط ده اللي بيثبت المفصل في بعض يقولك انا اولا باجة امشي رجلية بتخلي مني تلاقي الحتة دي راحت كده هدفت يعني واحد مكانه؟ لا بصي وان رباط اتقطع نوعية انا بخيته طبعا ليها تجميكس كده معينة يعني وصلت؟ طبعا ليه كده مش احط ليه جميلة يعني اصناها ياه طيب التندون بقى التندون يا شباب قالك بيبقى ايه؟ او ده بيربط البون بالمصر واللاقي ان المصر لما بتكون تراكت بتشد التندون وتثبت الايه؟ اللي تجوينت في مكانه فبيساعد على السترينثنينج ان ديستابيليزيشن اف دات جوينت الحمد لله خلصنا الصفحة دي طيب بعد كده اخر صفحتين يلا عشرين واحد وعشرين ولا عشرين ولا واحد وعشرين ولا اتنين وعشرين يلا فيه يا جماعة حاجة بتحصل للبنات اسمها سبرين اسمها ايه؟ سبرين وسبرين ده اللي هو رجليها تلوت منها احنا كده ابتدنا في الديزيزيز شوف بقى تخطفهم في الخمس ده ينكون مخلصين الحسة ان شاء الله الاسبرين يا شباب بيحصل بسبب انه حصل استريتش اوفر استريتش او تورني للليجمت او تمزق بتحصل اكتر حاجة مع البنات واحدة خدت الحتة الزفرة العلحاب ومشيت اتمختر بالهيلز واصلا ما بتعرفش تلبس تلبس هيلز قالت ايه؟ علشه راح عيد ميلاد صاحبتي شعارف عيد ميلاد اللي تروحوا بالهيلز ده شعارف انا ايه ده تمام كده؟ ويا مشي بتتمختر هوب جات رجليها عملت كده ده سيناريو سيناريو التاني بنت نزلة تتمختر من على السلم بتنطي كده السلمة وسلمتين من على السلالم وهوب رجليها جات تلوت نزلت بوزن جسمها كله على حتة دي الليجامنت اللي في النص تشد قوي شوفوا تشد قوي كده ولما تشد يا اما يحصل لأوفرستريتش يا اما يتقطع عارفين يا شباب الأوفرستريتش ده اللي هو لما نجيب تيشرت جديد وبيبقى مسك كويسه بعد فترة كده كل ما انا بخلعه باجي بص كده في ناس غبية لما ما كنت من الناس الغبية دي تخلع التشريجي مسكة كده تخلع كده لا لا شد الرقبة كده واخلع عشان الأسك من تحت متقطعش ما يرهردش يعني تمام؟ الألفاظ النهار ده بلدي قوي تحس ان انا لسه جامل بلد ما علينا يبقى الأسباب بسبب اللي او ان يحصل له تير خلاص باهي كتير انت عبد الرحمن معك يا دكتور انت شايفك بتطلع و تدخل تطلع و تدخل ان انت كان مغلبك انت طيب تعال بقى يقول ما علينا ما علينا يا عم تدخل براحتك طيب السمتومس بقى غالبا الناس اللي بيحصل لهم او تير هنا ممكن 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 عشان ما حاجة يقول ممكن يتقطع بلد فيزل صغير يبليد شوية صغيرين ممكن يعمل شوية بروزس يعني زرقان تورم وتوجع تمام؟ حلو كده بيحصل حاجة اقولك انا دا يتملخت اتملخت معناها حصل او جزعت اللفظين بيتسمعوا يعني حصل في التندن أبطوا انه ممكن يتمزق وده اخطرهم تمام؟ لو هو طبعا في شوية تمزق لو هو تمزق صغير بيتجبس يتعمل له جبيرة جبيرة تمام؟ لمدة اسبوعين تلاتة ويفكه يلاقي الدنيا بقت تمام ولو هو حصل اتقطعت تماما لازم عملية دا بالنسبة لايه؟ للسبرين أشهر مثال للسبرين بتاع الأنكل الاسبرين دا أنكل نصلحه ازاي؟ قالك الهيرنج بتاعه بياخد لونج طايم ليه يا شباب؟ لأن الليجامنت بتبقى بورلي بلاد سبلايد الدم الجروحي يغزيها بيبقى أوليل وفيها خلاق أوليلة فالالتقام يبقى بطير طيب العلاج على حسن هو مينورسبرين ولا لارجسبرين يعني كان حاجة بسيطة ولا كبيرة لو بسيطة والليجام انت مجرد بس تشدت قولي ستريتشت دا معناه ان هي بايدم سيلفس هتبدأ تلتحم لوحدها أما لو هو كان لارجسبرين لأ مش هينفع عضون تيل بايد سيلفل حتى لو سبتها لسنة فلابد لابد ايه بقى يا فراح؟ ان لازم تعمل سرجري جراحة عظيب بعد كده آخر حاجة في حاجة اسمها بيرسايتس تمام؟ أند تندنايتس تحصل كتير جدا شباب من فترة كده كنت تاجي قال اه بتوجع يعني حتة دي كده حتة دي تمام؟ رحت كشفت انا في المستشفى كنت يا دكتور حتلت توجعني قال لي اسلام عيب يا بابا ده بيرسايتس تندنايتس كده حنا سموه تينوساينوفايتس يبقى ان الساينوفيا الممبرينوفلاوديلا حاصل فيه من فيلميشا سموها ساينوفايتس وفيه التندنس برضو اللي موجودة الأوطار ممكن تلتهي بيسموها تندنايتس تحصل مع ناس كتير جدا يا شباب تمام؟ حاجة اسمها تندنايتس وساينوفايتس فيه برضو بيرسايتس فاكرين البيرسا المخدات اللي احنا قلنا عليها المخدات اللي بيتسنل عليها البونز اه المخدات دي يحصل فيها انفلاميشن تسميها بيرسايتس وده انفلاميشن في البيرسا والتندنس طبعا بيجي مع انجري يعني مثلا واحد حصل له ملخ في الكتف ملخ في الايدين وكذا ايه الاسباب اللي ممكن تعمل بيرسايتس او تندنايتس واحد حد حصل له تيرينج في التندن تمزق في الاربطة سوري في الاوطار اتنين بيتعمل عن طريق بلوتو دا جاينت انا مثلا خبطتك في كتفك كيامت عارف انت في ناس بتهزل زر بابابين ازايك عامل ايه وتفضل تخبط في الكتف لأ بعد الشر عليك تشخلش هاد يربطك على كتفك قول يا بابا يا خاف من تينوساينوفايتس او التندنايتس او البرسايتس اربعة لو الدم بدأ يروح قرية للمناطق دي نتيجة كدمة مثلا موجودة بقللة البلوت سابلوين كل دا يعمل لي انفلاميشن في الحتات دي عادي طب لحد اشتكالي منها يعالجه ازاي واحد اقول له اعمل كمادات مية بردة اول 24 ساعة بعد كده تعمل كمادات دافية تمام وراحة تامة بلاش ام الشيل اللي تقعد تشيل كتير دا واخر حاجة خد لك مسكن للقلم عشان ما تعدش تيارفني وكل شوية ايه وتصدعني تمام طيب اشهر مثال يا شباب للتينوساينوفايتس او التندنايتس والبرسايتس هو التينيس قلبو تحصل مع ناس كتير اللي هي واحد صديق في دكتور راح كان بيكشف كهده كل ما يشيل حاجة يلا درعه ويوجعه تركشف الدكتور قال له انت عندك تينيس قلبو تينيس قلبو يعني للناس اللي بتحرك القوع كتير واكتر حد بيحركهم طبعا بتحصل مع ناس كتير مش شرط يعني لعبة التينيس لعبة التينيس اللي هو ايجي فجأة ايه ايجي انا النهاردة حابب امسل قوي كل شوية ايه القلبو يتحرك بالمنظر ده فيبدأ سميناه تينيس قلبو طبعا يحصل مع ناس كتيرا مش لعبة التينيس بس ده بيبقى بانفول كونديشن تحصل بسبب اما برسايتس او تندنايتس في الكوع تمام على فكرة الناس برده اللي بتسنت جوحها كتير قوي على مكانه تدوس عليه كده ممكن يحصل لهم نفس الكلام يعني مثلا مثلا في ناس تفضل عملة كده بص كده بص كده بص كده كده تفضل ليس جامل جامل كده او ناس تفضل ايه وعمل اديها جامل او تسمي وتحمل باديها جامل كده خلاص ده يعمل لك برده الموضوع على فكرة مش بس تبقوا فاهمين بس ايه متعودش تسنته كتير يعني كده تمام طبعا اشهر الاماكن اللي يحصل فيها كده ركبك المنط اللي عليها ضغط كتير الشولدر برده نتيجة اي خبطات وفي حاجه اسمها تندو اخيلس او اخيلس تندن اخيلس تندن ده عارفين التندن بتاع كعب الرجلين اللي ورا تمام اللي بيبقى مسك الهيل اشهد الله الله اشهد الله اشهد الله شكرا